ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بدك ألام أستاذ؟ لا بنتي ما بدي لام تشتريء لام مني؟ لا ما بدي يا قلبي تشتريء لام مني؟ شكرا ما بدي لا حد هلأ لسه ما بيعت ولا قلم أهلا وسهلا مرحبا أمي وينها زهرة؟ أنتو ما أجيتوا مع بعضكم؟ أمي أنتي ليش كل يوم لازم تسأليني عن زهرة وينها؟ أنا ماني الحارس الشخصي طبعا لأنه لسه ما أجيت قلت بلكي شفتيا عالطري لا ما شفتا معقولة عمت بيها إعلام بالشارع بهالبرد؟ لا داعي حالك هلأت صدقيني الله ما بينسا حدا بدك ألم مدام؟ شكرا آخر حل قدام لك عن طفل الأنبوب وصرنا مجربين مرتين وهلأ حنجرب للمرة الثالثة متأكدة هلمرأ رح تزبط؟ إن شاء الله ما يفعلنا تفقدي الأمل من رحمة الله تشتري ألم يا خالي؟ ما بدنا شتري ألم بس؟ قلت لك إنه ما بدنا طلعي على حالة هالبنت كيف أهليوني بتركوهن هيك يا شكران؟ كيف إلهم قل بتركوهن بالشارع بهالبرد؟ والله شي بيزعي الحياة غريبة ناس ما في عنده ولد واللي في عنده ولد بيرمي بالشارع بيعملوا هيك عن قصد بيقولوا لك الولد رح يأثر على الناس ويزعلوا عليها هيك رح يشتروا منه بالشارع أي فعلا معك حق روحي هلأ لعند أهلك وقلينهم ما تبدي بيعي إعلام بالشارع يلا بس أنا ما عندي أم و أب خالته لأنه الاثنين ميتين شفتي كيف بيعلمو هن الكذب؟ بيعرفوا إنه بس قالت أهلا ميتين رح نزعل عليها ونشتري منها متدربين منيح إنه لك ما بدنا روحي يا بنت أنا ما قلت لك لعد تيجيت بيعي هون بس أنا يا عمي يلا روحي من هون ولا ترجعي مرة تانية عن جد هدول الولاد الواحد ما بيخصوص منهم بتمنى ما تكون دايقتكم ما عملت شي دايقنا بس قلت الله تروحوا ما قبلت هدول بيتبقوا بالواحد لحق مو عليهم لحق على أهليهم لتاركينهم زهرة؟ شو صاير حبيبتي؟ ليش عم تبكي؟ زهرة؟ شو صاير حبيبتي؟ ليش عم تبكي؟ زهرة؟ شو صاير؟ شو صاير لهي؟ ما بعرف، مو رضي أنا تحكي تركيها لا تشغلي بالك فيها نحنا جوعانين كتير، إنت رح تحطي الأكل؟ ايه، رح جاهزوا فورا ايه، أنا كتير حازك خالصي دورك كمربية أطفال هلا، وبعدين فكري تعملي لنا أكل عقلي عم بيقلي، قرميها براتها البيت شو بك يا عمري؟ ليش زعلاني؟ فهميني شو صاير معك؟ ليش عم تبكي؟ لك زهرة؟ حاشتك بك يا بقى؟ سكتي حاجة تبكي وقليلي شو صاير معك؟ ليش بنتي الحلوة عم تبكي؟ ميسون، جعنا كتير شو صار بالأكل؟ جاية شو ما عم تسمعي؟ فهمت رح أجي؟ شو قصتها هاي؟ شو عاملة؟ ما بعرف شبه؟ لك هالبنت ما بتجيب لنا غير المصايب أكيد بتكون عاملت له شي مصيبة لك شو هالترباية هاي؟ خلصيني خلصيني كمان انت التانية؟ اعطيني الصحن لك شبكي يخرب بيتك شو بليدي؟ كيلي كيلي يلا يا صبايا كلوا مني خدي من ايدي اي صحيح خالطو بنهاية الاسبوع شوفي بنهاية الاسبوع؟ بنهاية الاسبوع في عنا عنا كتير حصاص لهيك الاستاذ عطانا كتير وظايف لنعملها بالبيت هذا الشهر في اجتماع لأولياء الأمور بالمدرسة ما خبروكم بأي يوم؟ إيبرو ما قالوا لكم انت موعد الاجتماع؟ ما بعرف ما قالوا لنا اي شي صح الحكي زهرة؟ إيبرو قالت ما خبروهم بس انت ما بتسدي إلا إذا خبرتك هالبنت إيبرو شو ما قالت مو مهم المهم يلي بتقولها السرنوة زهرة ليش ما عم تاكلي حبيبتي؟ أنا ماني جوعاني شوفي ليش عم تبكي هلأ؟ بس تجوع بتاكل ليش عم تجبريا؟ لكن موجود يلي بده يعكل ويلي ما بده على راحته مو فاضين ندلل حدا يلي فينا مكفينه خالتي كله؟ مو فاضين ندل43 مو فاضين ندل جي كráنا نقدم ليصح في انتي هو دي صيناء إذا أنت عم تشوفيني من هناك نيالك يا أمي ليش أنا ما بقدر شوفك كمان من هون خليني شوفك مرة واحدة طلعي فيني ولاي إذا بتقولي لأمي عن موعد اجتماع أولياء الأمور بالمدرسة رح قتلك تركيني شعراتي وعديني بالأول أنك ما رح تقولي شي وعد بارح إلا بموتك إذا قلت أمي ليش رحتي ليش تركتيني لحالي أمي اشتري مني ألم اشتري قلم واحد بس لو سمحتي انتي كيف تدي على بيتي؟ بترجاكي اشتري مني قلم واحد بس بكفي سخافة يا بنت روح طلعي لبرة اشتري مني قلم يا مدام بترجاكي مو معقولة قدشك بنت وقحة شو هاتر باي لأهلك مربينك يا أها هنن ما علموك الأدب بالمرة؟ بس أنا ما عندي أم وقب بنوب لاتنين ماتوا اشتري قلم لو سمحتي طلعي لبرة يلا بسرعة طلعي لبرة روحي من بيتي بسرعة طلعي 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 ما بنتي شوفك جميلة جميلة شوفي شبك جميلة حلم بشا يا صمري حلم كتير بشا وغريب شو هالحلم شو شفتي خير كان في بنت صغيرة نفس القصة لا هالمرة القصة مختلفة انت ي этим حيث تقدر ان others ايهم إنهم انهم انا اللح اللح لأنهم وإن حطيتها المصاري لكان يا الله ميسون ميسون جميلة في تفسير واحد لكل هالأحلام وهو إنه نحن ما قدرنا نجيب ولد ولهيك أنت بتضلي زعلانة لا مو هيك لكن إذا بدك بنرجع بنجرب طفل الأنبوب مرة تانية إذا زبط بيكون منيح وإذا غير هيك بنسكر القصة راح نخلي أملنا بأله كبير إذا ضليت تفكري بالموضوع راح تأذي حالك لهيك لا بقى تفكري فيه طيب شو جاب هاي البنت على بالي؟ أنا ليش عمشوفها؟ لا تعز بي حالك والدوري دورت بكل الجواكيت لو إنك متذكر على القليلة وين حاطتهم؟ عم قللك حطيتهم بجيبت الجاكيت إيما لقيتهم؟ بعرف إنك ما لقتيهم في حدا سرقهم مين رح يسرقهم يا حمدي؟ ما بعرف مين سرقهم بس أكيد مشغل حرامي محترف هذا شغل حدا قريب يلي سرقهم بيعرف البيت منيح بس بآخر فترة ما حدا غريب زارنا هادب يعني السارق من البيت مين؟ يعني لا أنت ولا إيبرو بتعملوها أصدق إنه زهرة؟ خلصنا حمدي خاف الله يا رجل زهرة مستحيل تفكر تعمل هذا الشي وتمد إيدها بنوب لا تكوني واثقة كلها الأدب ميسون أنا رح بيين لك إنه معي حق أمي أمي لا تتركيني بابا أمي ما عاد أتحمل بكفي قرفت منك وبيسة لهي البنت خلص مشان الله لا دايقة هلأ أحمدي هي نايمة ومو حاسة خلي يا نايمة بس يكون بعلمك هي آخر يوم بتنام بها البيت بابا بابا لو أين رحت بابا 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 وين أنتو بابا اشتركوا في القناة صباح الخير بابا صباح الخير بنتي وين زهرة لك وراي صباح الخير عمي صباح الخير شو جاهزين اه ايه برو معك مصاري ما معي بنوب أنا معي عم تبيع إلام لهيك مع مصروف أرجيني قديش معك خلينا نشوف بس هدول ايه ما في غيرهم زهرة لا؟ لا والله روحوا على مدرستكم بلا ما تتأخروا ميسون أعطيهم مصروف اليوم يا الله ساعدني أنا رايح بس ما افطرت يا صبري ما عندي وقت متل ما بتعرفي أنا عندي اجتماع اليوم بالشغل آه كنت نسيان الموضوع لأنك لسه متأسرة بحلم مبارح الليك صبري اللي لي إذا علقت على حدا ما بتعرفه بكلمة مو حلوة وهالكلمة جرحته شو بتعمل وقته؟ شو قصدك؟ متل وقت تقول لواحد إنه حرامي وانت متأكد إنه مو هيك انت بتعرفي أكتر مني إنه هذا غلط وما بينغفريها جميلة ليش عم تسألي هالسؤال؟ ولا الشي ولا الشي بس مجرد سؤال إذا ما عمل شي وقلتيله إنه حرامي مو زابطة حمدي انت عم تظلمها للبنت زهرة مستحيل تعمل هيك شي لكن وين راحة المصاري يا ميسون أكيد ما تبخرت بلكي حطهم بشي مكانوا نسيانوا من ساعتين وأنا عم دور بكل البيت وما لقيت أي شي ماضى المكان بالبيت إلا فتشت فيه المصاري نسرقت بقلب بيتي يا ميسون بس أنا راح أكشف يالي سرقون على أكيد أهلا وسهلا شو بتطلبي؟ جيب لي شاي لو سمحت ماشي مادام لو سمحت فيني يسألك سؤال صغير تفضلي كان في بنت صغيرة عم بتبيع إقلام مبارح كانت هون وكنا قاعدين هون أنا ورفيقتي أنا وقتها قلعتها برا القهوة والله ملينا من تقليح هالولاد وما بيملوا من الرجع لهون يا مادام شو صار؟ لتكون البنت سرقت منك شي لا ما سرقت شي ليك؟ هالبنت بتجي لهون دائما؟ يعني إذا مو يومياً بتمر كل يومين ثلاثة رح أترك رقم تليفوني معك وإذا مرت يا رات تتحاكيني مادام إذا تصرفت البنت معك بطريقة غلط فيك تقليلي وأنا رح أتصرف معها لا هي ما عملت شي بس لازم شوفها وحاكيها اسمع خد هدول شو هاد؟ خد لا لا لو سمحت ليك هاي لمساعدتك لقلي لشوف البنت يلا خدها لو سمحت أنا بترجعك خدها بقى ليك أول ما بتجي بتتصل فيني أنا لازم شوفها ضروري ماشي عطيني رقم تليفوني آه يلا رح أكت شكرا مادام شكرا إلاك شايفورا هاي دعا لخبزة إذا ما أقدت إذن ما فيك تقارني بين الخبز والمصاري بهالشغلية يا ميسون وانتي بتعرفي أنه زهرة بتحب المصاري كتير شو قصدك؟ لو ما بتحب المصاري كانت رح تبيع إلام منشان تجيب المصاري عم تقعد بالشارع وكل هاد منشان تبيع كم قلم معقول تتحملها البرد؟ عم بتبيع الإلام بالشارع مشان تصرف على حالها البنت خايفة تكون عبق علينا لهيك صارت تشتري إلام وتبيعه بكفي بقى دافية عنا ميسون بيرأيي أنه زهرة يلي سرقتون وراح تشوفي أنه أنا على حق قال منشان مصروفة عم تبيع إلام مو مبارح كانت عن تشكيلك إنه ما قدرت تبيع ولا ألم بهالكم يومين اللي مضو ها يلا جاوبيني إن شاء الله يقدر بيع اليوم إلام مني لازم جمع مصاري مني مشان عيد ميلاد بنت خالتي إبرو زهرة زهرة خديلي الشنتاي معك ع البيت بس أنا هلا عندي شغل وإنا عندي شغل رح أشتري كتاب رح تاخدية معك متل ما قلت لك ماشي شو بدي ساوي هلا كيف رح بيع الإلام يا بنتي شو هاد كيف رح تبيعي الإلام وإنتي حامل الشناتي؟ والله كتير تقال ومشان هيك أصلاً أجيت لعندك عمي شو؟ بدك تخليني أحمل الشناتي؟ لا كان بدي سألك إذا بقدر خلي الشناتي عندك لحتى إرجع تعالي حطيهم رح خلص بعد ساعة وبيجي بأخدهم تمام لكن أنا أول واحد رح يشتري منك اليوم شو رح تعطيني؟ أي لون بدك؟ بدي يا أزرق شكراً لإلك برافو عليك يا بنتي يلا بشوفك بسترجع شوفك عمي بتحبيت تطلب شيء تاني؟ طول نهار ناطرت وما كانت تجو أنا تأخرت و لازم روح لا تنسى لو سمحت أول ما تجي اتصل فيني أوكي؟ لا تقلع يا مدام أول ما تجي بخبرك رأم تليفونك صار معي شكراً إلك شرفتي شكراً للم لا تحب تشتري ألم أخي؟ روحي روحي من هون شكراً للم لا ما بدي شكراً للم شكراً للم أخي؟ رح أشتري منك ألم شو بدك اللون؟ ما بتفرق بصراحة في عندي كتير ألم بالبيت بس مشانك رح أشتريها حلوة شكراً إلك لأنه وقت كنت بعمرك كنت بيع كتير شغلات متل ما عمت عملي كنت تبيع ألم كمان؟ ألم خبز وكتير شغلات غيرهم شو سهره؟ ليرتين ما في معي فرافة إذا بدك بروح بصرف لك ياها طيب روح يصرفي لي ياها معلش تخلي الإعلام معك؟ معك تصرف لي هاي لو سمحت؟ رح شفلك إذا معي إي لقيت فضلي شكراً إلاك فضل خليها دول معك لأأخذ المصاري بس هذا أكثر من السعر إي لأنه أنت بتستهلي ولأنك سعداء بتعاملك شكراً لسه ما أجد حبيبتك؟ لسه عم تتسلى إليش لا هي معها مصاري طفلة صغيرة وإن بدت تتسلى يعني هي لحتى تبيع كم ألم عم تبقى بها البرد برا طول الوقت خليكي مسدى إنه مو هي اللي سرقت المصاري يلا زهرة تعالي بقى على البيت هلأ بتمرضي يا روحي رح يكون صعب عليك تحني هالشناتي ما فيني خليهم البيت بعيد فيك تقول هيك إذا فيك تستني شوي بوصلك بطريقية عبيتك اليوم سيارتي بالتصليح مو مشكلة رح ناخد تاكسي رح نطول كتير لأنه أنا تأخرت عن البيت مو هيك أخي جاي لهون وبس يوصر رح نمشي إذا بدك تروحي لحالك رح تتعبي من حمل الشناتي إيه خلينا نستنى عليكم برافو عليكي استنيني هون لبين ما سكر المحل تمام مو ناوية تحطيننا لقمة ناكلة متنا نمجوع يا مرأ ما بدنا نستنى زهرة لا تيجي مو مجبور استنى حدا ما بيكفي فتحنا لبيتنا مضافة كمان بدنا نعيش على كيف لأه البنت عم تزاوديها يا ميسون كتير عم تزاوديها ما بيكفي إنه عم تسرقني بقلب بيتي مثل حرامية والله حرام هذا الحكي اللي عم تحكي حمدي شوفي شبكون ما في شي زهرة لسه ما أجيت وإمك مو ناوية عشينا يلا بقى روحي حطي الأكل شو هالعرف يا لأنسة زهرة جاي بالتكسي على البيت يا بابا شو وقاحة مو طبيعية جاي بالتكسي على البيت يا أمي شوفي شبكون ما رح تصدقي يا اللي صار هلأ زهرة جاي بالتكسي على البيت يا أمي جيت بالتكسي على البيت؟ إيه صدقيني؟ ما بصدق مصدومة يا ميسون إي لا تنصدمي بالمصاري بيقدر الواحد يجي بالتكسي على البيت لحظة لحظة سكتوا أنا بدي أفتح الباب ماشي؟ أوه أنسة زهرة تفضلي ليش واقفين هيك؟ خدوا غراض الأنسة من إيدها يلا شو عم تعمل شانتاية إيبرو ما هيك زهرة؟ أنا عطيطاياها ليش؟ لأنه لأنه وقت كنت راجعة كان لازم اشتري كتاب وكان لازم دور كتير مشان هيك عطيطاياها لأن الشانتاية إيلي لهيك عطيطيها لزهرة لحتى تحملها؟ طيب ما فكرت كيف رح تحمل الشانتاية؟ شو اللي عم تقولي؟ شو رح تفرق مع زهرة يعني؟ هي مع مصاري ما بهم شو ما كانت حاملة رح توقف تكسي وتجي على البيت بس مو أنا اللي جبت التكسي ما رح تقولي الحياة يا زهرة خانوم؟ رح تعترفي هلأ من وين جبتي المصاري؟ يلا أنا عم أسمعي بعرف أني تأخرت على البيت اليوم بس دكان أخي مصطفى كان ما بهمني إذا تأخرت على البيت قوليلي من وين جبتي المصاري؟ لا تطلعي بخالتك لأنه ما رح تفيدك بشي اليوم أعطيني جواب فوراً منين جبتي المصاري؟ أي مصاري عمي؟ احكي ولا تخليني عصب أكتر احكي المصاري اللي دفعتهم لا تجي بالتكسي منين جبتيهم؟ أنا ما دفعت أجار التكسي عمي مصطفى هوي اللي دفع ومين هاد مصطفى؟ قريب منك لدرجة أنه يوصلك بالتكسي على بيتك؟ هو كان رايح بالتكسي على بيته عمي بعرف أنك سرقتي المصاري عن جد سرقت مصاري؟ أنا ما سرقت أي شي خالتي أنا ما سرقت شي والله ما عرف حبيبتي شو بتعرفي؟ كل شي صار واضح يا ميسون مبارح سرقت المصاري واليوم بنت أخدك المصوني جاي بالتكسي على البيت وين باقي المصاري وليه؟ أي باقي والله ما أخدت مصاري من حدا عمي لا تضرب أحمدي الله يخليك لا تتعلم كذب إذا عطيتيني باقي المصاري راح سامح كواتا وين المصاري؟ أنا ما بعرف شو عم تقول ما أقولي كونم شنتايتا؟ أعطيني شنتايتا هيا 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 راح تقونيلي هلأ شو عملتي بالمصاري وإذا ما قلتي راح أخذك عالصرطة بإيدي وهن راح يخلوك التحكي الحقيقة عم تقولك ما أخذت شي حمدين لك والله حرام عليك نعمل هيك فيها طبعاً بدأ تقول هيك بس أنا متأكد أنه هي اللي أخذتهم قال مصطفى دفع مين بيكون مصطفى هاد بكرة راح أشوفه يلا خذيها من خلطي بس حطي ببالك أن حسابك ما خلصي حبيبة خالتك ومين راح يشيل هالأغراض لنكون نحن عبيدة عند أبوكي يعني أنا راح شيلهم يلا شيليهم ها أنا ما سرقت شي ما سرقت شي ليش عم يعملوني بهي الطريقة كيفك يا سراءة؟ أنا ما سرقت أي شي أنت ليه سرقت المصاري تبع بابا؟ لا أنا ما سرقت إيه برو روحي على غرفتك بس يا أمي قلتلك روحي على غرفتك خالتي أنا ما سرقت المصاري ما عرف يا عمري لكن ليش عمي عم يقول أني سرقت لأنه كان معصيب بيحكي أي شي وقتي عصيب هو متضايق هيك لأنه مضيع مصرياته يا روحي بس هو ما تهم على إيه برو لأنه إيه برو هي بنته لو كان ضابة عايش كان راح يحميني من كل شي صح خالتي مثل ما عم يحمي عمي إيه برو لأنه بنته الحقيقية ساوينا فنجان شاي مرة تاني جميلة إيه قلي شو اللي شغل بالك؟ عمفكر شو قلي شو بدك؟ طلبت شاي بس هالشي مهم الشبك ليش ما عم تحكي؟ ما في شي مهم بس عقلي مشوش شوي بعرف منيح بشو عم بتفكري بس بكفي بقى يا جميلة إذا ضليتي هيك ما راح روح عالدكتور وبعدين تروح عالدكتور؟ إيه؟ الدكتور شو قالك ما بتتذكري؟ الضغط الزايد ما بناسب صحتك مو نحنا الوحيدين بالدنيا اللي ما عنا ولد إذا قلنا نصيب راح يجينا ما في داعي تضلي زعلاني كل هالوقت يا روحي لا تعندي القدر صلي لربك طول الوقت بصراحة في شي تاني كرير مضايق إني صبري شو؟ طلعت أنا ورفقتي شكرانا وقعبنا بكافترية من كم يوم وإجت بنت صغيرة لعنة عام تبيع إعلام إيه؟ كان بالديانة نشتري وبتعرف في وقتها شو قلنا لها أو بالأحرى أنا شو قلت لها كيف أهلك تاركينك تبيع إعلام هالشي عيب وهنا نقام وقلعوا قالتلي إنه إذا كانوا بابا وماما عايشين كان كل شي رح يختلف طيب خليني أسألك سؤال تاني كمان الليلي مين هدا يلي اسموا مصطفى؟ مصطفى كتير حباب كتير أوقات كان يشتري من عندي إعلام بس تعرفي لما تركت إيبرو مبارح شنطايتا فكرت كتير كيف بدي بيع الإعلام وأنا حاملة شنطايتين كان بدي أرجع عالبيت بس بعد شوي خطر ببالي خلي الشنطاية عند عمي مصطفى ولش ما خبرتي إيبرو أنك ما فيك تحملي شنطايتا؟ ما بعرف يمكن خفت تزعل مني ولا يهمك مستحيل تزعل منك وإذا زعلت منك وعصبت خبريني فورا وحبيبتي كاملي شو صار كمان؟ إيه وعمي مصطفى كان بدي يروح على بيته ولما شافني تعباني من حمل الشنطا يزعل علي وقال لي تعي خليني وصلك ماي على البيت بس ندماني كتير لأني رحت معه لو ما رحت ما كان عمي قال عني حرامية يلا يا روحي لازم تأكل ليلة أكل إمتى؟ ما بدي أكل ما قالي نفس بنوم بس ما أكلت شي من الصبح وهذا اللي صار الشكلة هالبنت أثرت فيتي بوقتها ما تأثرت بنوم بس لما شفتها بالمنام ما عرفت شو صار لي عم بسمع صوتها بإدني إن شاء الله تلاقيه ويرتح قلبك إيه إن شاء الله المفروض شوفها لها البنت قبل ما روحها الدكتور المفروض لا إيا أنت ما تقومي تدرسي لك شوي ما عندي دروس كل شي رح يبين وقت اجتماع أولياء الأمور ما في عندنا اجتماع أولياء أمور بلا فيه أكيد زهرة اللي قالت لك هالحكي لا زهرة ما قالت لك أي شي يمكن ما قدرت تخبرني بس أنا اتصلت بالمدرسة وعرفت وفي شي تاني كمان خير إن اليوم ورايح بتعملي يلي عليكي بلا ما تعتمدي عليها مثل شو مثلا؟ مثل لما خلتي زهرة تحملك شانتايتك وهذا غير غرفتك لمكركبة كمان الظاهر هاي الغليزة صايرة عم تشكيني كتير ايه برو بلا قلة أداب لك شباكن انتو صرعتوني بصوتكن أنا بورجيكي يا زهرة شو رح قامل فيكي لك انتو ما بتوقفوا لعي ليش ما بتروح على غرفتك قوم نام وخلصنا ايه وكيف بدي نام ولسانكم ما عم يفوت حلقون صرعتوني اوفيا شوفي هالمرة اذا بقى بتشتكي لاماما مرة تانية يا ويلك بس انا ما شتكيت عليك ابدا سمعيني منيحو بدك تعملي متل ما عمقلك لا بقى تشتكي لامي مرة تانية طيب لش ما عم تصدقيني بكرة بدك تربيلي غرفتي واذا سألتك ماما بتقوليلي انو انت جاعة بالك تربيها ايه وليكي اذا ما عملتي متل ما عمقلك رح افضحك وخبر كل الطلاب انك واحدة حرامية يا ربي ما في غيرك بيقدر يساعدني خلي الحقيقة تبين للكل انو انا ماني حرامية ماني حرامية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شبك حبيبتي انتي منيحة؟ ايه؟ منيحة اه منيحة اه منيحة يالله نعامي يالله كيف بدي لقياه أهلا وسهلا أهلا فيك بيعت لإعلام جهة هي لسه ما أجي وما بتوقع أنه تجي بهذا الوقت ليه بقى؟ هي بالعادة بتجي لهون المسويات بنهار بتكون بالمدرسة آه فهمت عليك رح أرجع للمسألة كان بلكي بتكون إجت بس لك إذا إجت أبكر خبرني لو سمحت ولا يهمك تكرم عيني دقلك تليفون فورا لايكو رقمك عندي تسلم لي يلا بايبال أهلا شرفتك شكراً كتير مين جاينا بهالوقات؟ زهرة شوفي حبيبتي استغربتي إني جاي بكير اليوم خالتي؟ إيه والله اتفاجأت فيك شي حبيبتي؟ أنا منيحة خالتي ما بعرف ما كان إلي نفس بي على إعلام اليوم آه كمان في شي بدي إليك يا خالتي خير حبيبتي شوفي حكيلي شو القصة يا ترى؟ أهلين مدام إلي مرأة البنت لهون؟ لا لسه بس ممكن تجي بأي لحظة رح استناها بتحبي تشرب شي لبينما تجي؟ إيه بدي شاي لو سمحت تمام تكرم عينك مدام شكراً إليك إيه حكيلي عم بسمعي شو القراري اللي أخدتي بأي؟ أنا قررت إني أرجع على الضيعة وأترك هون ليش بدك تروحي على الضيعة؟ خالتي بدي روح لي عند أمي هالشي مو ممكن مدرستك هون حبيبتي لازم تروحي على المدرسة نسيتي إنه وعدتي لأمك تدرسي وتتعلم لا أما نسيت بس أنا مجبورة زهرة سمعيني حبيبتي بعرف إنه صارت كتير شغلات زعجتك اليوم بس صادقيني الوضع ما رح يضل هيك عم محمدي رح يعرف إنه معقلك دخل بالقصة على فكرة المشكلة مو بس بعمي يا خالتي ليش شوفي كمان؟ كتير شغلات بعرف إنك مو مرتاحة بسبب وجودي هون وأنا بهمني راحتك لبقى تحكي هيك مرة تانية أنا صح معني مرتاحة بس مو بسببك بالعكس حبيبتي أنا كتير مبسوطة لأنك جنبي هون قوعيك يا زهرة قوعيك تحكيها الحكي مرة تانية وبد تطلعي موضوع الرجعة عضيها من راسك حتى لو بدك ترجعي عضيها ما رح تقدري عميك ما بده ياكي شكل أجا عمي رح روح قبل ما يشوفني ما عميك ما رح تجي ما عميش رح استناها بتحبي جيبلك شي تشربي ولا شي رح استناها شوي بالعادة بتجي كل يوم لهون تقريبة بس أحيانا بتجي مرتين بالأسبوع وبتمر من هالشارع لكان رح اجي بكرة إن شاء الله لا أيا هون ما بقدر إجي بنهاية الأسبوع إن شاء الله تصبح على خير شكرا إلك ما لي حابة روح الدكتور قبل ما أشوفه وطيب خاطرة رجعت إي برو؟ أه أه لسه ما رجعت بس زهرة أجيت حمدي بتحب تعرف شو قالتلي زهرة قبل شوي؟ حمدي خلصيني شو قالت ضروري أسألك شو قالت لتنبسطي؟ قالتلي إنه عمي حمدي ما بيحبني منيح إنه بتعرف لك حمدي حاطت عقلك بعقلة معقول؟ أنت شكلك نسياني شو ساوت هالبنت لصغيري البريئة يلي عم تحكي عنا هي ما عملت أي شي غلط أصلا أنت مانك حابب وجودة من أول يوم إجت فيه على هالبيت ميسون أنا مو مشبور حبها جابوها لهون غصبا عني لك أنا ماني مجبور فيها لك أنا طقيت شو اللي مصيب يا هي؟ حرامة عليك حمدي لك أنا يلي حرام مو هي لعمة فوق كل شي عم تسرقلي مصرية ناقصني حرامية بالبيت حاش تقول عنا حرامية زهرة ما بتعملها حرامة عليك أنا بعرفة ومربيتها منيح ما بتعملها إيه حاشتك بقى هالبنت مو مرباية مو ناقص غير تسرقني بدي ألعها طيب حمدي وين بدت تروح لحالة؟ ليش حطت عقلك بعقلة؟ شو بدك فيها تركها بحالة بقى حرامة عليك أمي وينك؟ وين رحتي وتركتيني؟ زاش خالتي مرضي يعني بالبيت أميقول إنه أنا حرامية بس أنا ما صرقت شي بعرف إنك رح تسدقيني أمي شتقت لك كتير وبعرف إنك عم تشوفيني من السماء بس خالتي ما يصون ما عم تقصر معي بنوبل شتقت لك كتير أمي وينك أمي؟ أنا شتقت لك كتير ساعدوني وين رحتوا تركتوني؟ أمي بابا وين رحتوا؟ أنا خايفة ساعدوني أمي بابا أمي بابا بيكفي بقى أمي وليه نبري يلا البنت نايمي مليت من هالبنت ومن هالمنامات أمي يلا أمي بابا زهرة لا تخافي أنا معك حبيتي لا ما رح تضلي معه لك كل يوم نفس الحالة ماني مضطرة تحمل الإزعاج حمدي انت روح نام لو سمحت أنا بعرف كيف هدية ايه؟ طلصت حمدي طلع لبرة شفت كيف نفس المنام خالتي كله مضح بيتي لا تبكي يا عمري أهلا وسهلا فيكم ببرنامجنا لقوناك اليوم بهذا الوقت رح نعرفكم بضيوفنا لليوم بس بعد الأعلام أهلا وسهلا أهلين فيك طلعت لأتمشى شوي وغير جو ما بعرف كيف مرأ الوقت جميلة جميلة ليك؟ أنا أبدا ما أحب شوف هاي النظرة اللي بعينك بس هاي الحقيقة أنت شو عم تعملي بحالك؟ عم بتفكري بهالموضوع كل الوقت صدقيني أنا بفهمك الكل بيتمنى يكون عنده ولد بس لا تكبري قصة كل هالقد بكفي بقى وأخيرا عرفت وسمعت منك رايح بدلت يا أبي شو رأيك نطلع نتعشى برا؟ بتغيري جو جميلة بكيف تعملي بحالك هاي؟ ما بتعرف قديش مأهور عهديك البنت بعلق لهم بس أنت شو مفكرني أنا زعلاني لأني ما قدر تجيب أولاد؟ لا، أنت كمان زعلان أكتر مني وعم تفكر بالموضوع دقيماً أكيد لا حاش تكذب عحالك أنا بعرف إنك مأهور من الزمان وبعرف إنك عم تضحك علي وأكيد رح تتركني بشي يوم على فكرة فيك تطلعني إمتى ما بدك صبري سديني ما رحز على بنوب ما رح افتحت أمي أبداً م captivity دي موت 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 باعتذر لا تحكي هيك مرة تانية تمام لا تنسي انه ما بيصير الا اللي الله كاتبه كل شي بيجي من عند الله يا محلى طلع يتمشي اليوم خدي رفقاتك معك بل كيبت غيري جو اكيد رح اطلع اليوم بس هالمرة مولا حتى شوف رفقاتي رح اطلع لحتى شوف بيعت ليلة وانا عمفكر كتير بيها البنت ان شاء الله بتلاقيها وبتعرفيني عليها كمان ان شاء الله باعتذر منك امي صار لازم روحها الضيعة على فكرة فيهنيك مدرسة كمان بس عمي ما بضياني روحها المدرسة لهيك لازم ارجع سامحيني امي رح حاول جمع مصاري وبعدين رح روح اهلين مدام ما قاشت اليوم كمان انا ما رح قدر اجي هاليومين لهيك اذا اجت لعندك بقيابي احكي معي وحاول تقنع تجي لهن يوم التانين اتفقنا؟ تكرمي رح خبرك ماشي ما رح انسع لك هالخدمة طول عمري تسلمي طيب شو رأيك تشرب شي لبانا ما تجي جيب لي شاي بالليمون تكرمي شويو بيكون عندك امم عمو بدك تشتري اللام؟ لا حبيبتي شكرا شو رأيك تشتري اللام؟ ايه ولا مالحق اعطيلي واحد لشو هاد حقو يا روحي ايه في عندي موعد مهم بكرة من اليوم ورايح معا تشيل هم اي الشي اذا الله راد بصير واذا ما راد بنرضى بالمكتوب تسلمي ان شاء الله خير انتي بس ادعيلي وما بدي اي شي تاني لحظة شوي انا مشغولة شوي بيحكي معك بعدين ماشي رح سكر هلا ليك ليك وينة بدك نعديلة؟ طبعا نروح بسرعة اه انا بعرفك شفتك هداك اليوم اه شو بدك بهاداك اليوم هلا؟ بدي احكي معك بموضوع اه شو رأيك نفوت نقعد شوي ما فيني قعد هلا عندي شغل اه شو بتشتغلي؟ انا بشتغل بياعة قلم والهلا ما بعض غير قلم واحد اللي لي كم قلم عندك؟ واحد اتنين ثلاثة خمستاشر قلم اه تمام انا حابة اشتريهم كلهم شو رأيك نفوت نقعد عن جد رح تشتريهم كلهم؟ اه طبعا بس شو بدك تعملي بكل هالقلم؟ اه انا محتاجة كتير اقلم بالشغل لهيك اخدتهم يلا تعالي يلا عدي بما اني اشتريت كل هالقلام هلا صار لازم اعطيكي مصاري ما هيك يا حلوي اه صح خدي لقلك انا ما عندي مصاري لحتى رجعلك الباقي تمام منحل الموضوع بعدين خلينا نحكي هلأ تمام شو بدك تحكي معي يعني؟ اول شي خلينا نتعرف على بعض انا اسمي جميلة وانتي شو اسمك؟ زهرة زهرة لما التقينا المرة الماضي قلتلي انه امك وابوكي ماتوا بس انتي ما صدقتيني وقتها لهذا السبب انا حابة يقلك شغلي او فيك تقولي اني حابة يعتذر منك انا قاسف كتير يا روحي فيك تسامحيني اه شكرا كتير شو رأيك تحكي لي عن حالك؟ شو بدك خبريك؟ مثلا مع مين ساكنة انتي؟ معلش تقليلي؟ انا ساكنة ببيت خالتي اسمه ميسون وانا كتير كتير بحبه رح يعجبه كتير لزهرة هاي امانة اختي زوج خالتك ليش ما بحبك يعني؟ ما بعرف ما في سبب بصراحة انا هلأ قررت اطلع من البيت لو ايه؟ بدي روحها الضيعة لعند عمي بس بعرف انه امي رح تزعل مني بس مجبورة روح مو قلتيلي مني شوي انه امك ماتت؟ مبلا ماتت بس هي عم تشوفني هلأ هيك قالتلي خالتي معقول ما بتعرفي هالشي؟ بلا اكيد بعرف ايه بعرف بس ليش بدت تزعل منك اذا انت رجعتي عالضيعة؟ لانه امي كان بتضياني كفي دراستي وانا وعدت اني روحها المدرسة واتعلم بس ما في مدرسة بالضيعة لما انك وعدت امك ما بصير ترجعي عالضيعة ما؟ اهلا وسهلا بانه اطيل حلوي شو ما شفتي زهرة اليوم؟ لا ما شفتا شكلا رحت تتبيع اقلام مرة تانية ان شاء الله تتبيع منيح لش عم تقولي هيك يعني؟ ولا شي ما بعرف هيك طلعت معي يلا خدي هدول ع غرفتك لشو بما انها رحت تتبيع اقلام معناتها ما عد بدت ترجعها الضيعة يلا حبيب تشربي لازم روح بعد شوي زهرة تفضلي معلش اطلب منك طلب؟ معلش جيب لك هدية صغيرة؟ بس شو هي؟ ما بعرف بس بدي ياكت اختاري ولا قللك انا حابة جيب لك جاكت بس انا ما بدي ألبس غير هالجاكت شو صار لك؟ انا حكيت شيزة عليك؟ لا بس امي شترت لي هالجاكت و بدي يضل عبسته لانه ذكره منه امي لمست هالجاكت بيديها لهيك ما بدي ألبس غير هالجاكت لحق معك اذا بدك فيني أخذ هدية لأيبرو طيب ليش يعني؟ مو قلت لي انه هي ما بتحبه؟ صح ما بتحبني بس انا بحبه كتير تعارفي خالي عيد ميلاد ايبرو يوم الاحد لازم جب لهدية بها المناسبة شو رأيك؟ تكرم عينك بس بشرط واحد نشتري لك واحد كما طمرتيني بلطفك يا خالي يلا لازم نروح طيب شربي لشوف ساحتين ساحتين يلا قوم ما بعرف جاب لي هدية متل ما بدك بس انا ما احب بيتك تعرف شو؟ تعالي انا عمفكر اطلبين ساك ما اجت بنت اختيك؟ لسه بلا شيغلي قلبي عليها ما لبل عادة تتأخر هيك اي لا تخافي عليها هلأ بتجي وبتكسي كمان اخوها مصطفى بجيبها ليش هيك عم تطلعي؟ عم كذب؟ رح تفرح اي برو كتير لما تشوف هديتا شكراً إلك على هدية خالي هلأ لازم روح عالبيت اتأخر الوقت هلأ بناخد تكسي أنا وياكي ورح وصلك عالبيت أول شيء ما بدي أنا مستحيل اطلع بتكسي مرة تانية ليه بقى؟ ليلة مبارح أنا وعمي مصطفى طلعنا سووا بالتكسي كمان ما بتتخيل ليشو صار معي يا خالي إذا سمع زوج خالتي إن رجعت بتكسي مرة تانية صدقيني رح يموتني طيب ما رح نزلك قدام بيتك بس بدك تخبريني باللي صار معك ونحنا راجعين على الطريق موافقة؟ إذا ما رح نمرق من حد البيت موافقة طيب حبيبتي يلا تعي امشي 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 امشيهم زهرة وين كنتي؟ وشو هدول يلي بيداكي؟ شش لا تخلي إيبرو تسمع اشتريت الهدية لعيد ميلادا هدية لعيد ميلادا؟ اي خالتي بس ما رح قطياياها هلأ رح خليها لعيد ميلادا من وين جابت بصاري اللي تشتري الهدية؟ شو حلوة هلبن دخل قلبة ديشة بريئة؟ شكله بنت مربعي منيح أخذت جاكيت لإيبرو رغم كل شي صار إذا شافت إيبرو هالجاكيت رح تفرح كتير حتى أنا كتير حبيته نعم ما في أحلى من هالزاكيت مو هيك إمي؟ كتير بحبه بحبه لأنه ريحتك فيها إمي $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ MTH оноキَCHTU șCi- 们JOMZTHE ETON alguma impresي at ahaus , ما اسف الك pressures لو نريحة يا امي على اجتماعاَ اولياء الأمور ما بعرف كيف نسيت إذا أنت نسياني فأنا متذكرة زهرة حض لي خالتي أنا رايحة عالمدرسة ضبوا غرفكم ورتبوه لبين ما أجي أي أي برو سمعت شو حكيت مو؟ أي أمي ممتاز يلا أنا رح روح انتبهوا على حالكم مع السلامة خالتي وانا كندرتي لا تنسوا شو قلت لكم تمام يلا انتبهوا على حالكم يلا أنا اتأخرتوا مع السلامة خالتي لا تتخانقوا رايحة رتب غرفتي بدك ترتبي لغرفتي كمان رح رتبه بس إذا بتقولي لأمي أنك رتبتيها يا ويلك مني لا ما رح إلا بيّن كأنك تعبان تعبان وجوعان خلينا ناكل شي لئمة بدي أحكي معك بموضوع مهم قبل ما ناكل شو في هالمرة؟ اليوم رحت على الاجتماع تبع المدرسة في شي يعني؟ فيه تعكر مزاجي من اللي عرفته ليش؟ أعلامات إيبرو سيئة كتير كلها ضعيف لا تقوليها كل اللي معنمات بالمدرسة عم يشتكوا منا زهرة علاماتها منيحة أما إيبرو لك شو بتدي بعلامات زهرة أنا؟ نادي إيبرو روحي إيبرو إمك عم تقول إنه علاماتك ممنيحة ليش يا بنت؟ إيبرو جاوبيني لشوف ليش ما عم تدرسي؟ أنا عم أدرس بابا لكن ليش هيك علاماتك؟ شو ناصك يعني؟ ليش ما عم تدرسي؟ فاهميني ليش هيك كل علاماتك ضعيفة يا إيبرو شاء الله ما يضرب هلأ؟ جاوبيني لشوف أنت معت تستحيتي أنا لازم أعمل شي ممنوع التلفزيون والموبايل كمان أنت معاقبة لحتى تتحسن على هاتفك أكريد من هذا لإيبرو أصم محكي؟ بل كذا أشخالتي بهذا وبرو إذا أعطيتها الهدية؟ عم تسمعيني؟ من هاللحظة بتعطي موبايلك لأمك فورا رح يضل مع أمك لحتى تصير علاماتك منيحة شوفي يا زهرة شو هدي اللي بإيدك؟ بكرة عيد ميلادة لإيبرو بس أنا حابة أحتفل بعيد ميلادة اليوم كل عامو أنت بخير إيبرو ما بدك تستحية هلا؟ آه يا الله ما أحلى شفت هالجاكت على واجهة المحل هو كان عاجبني من زمان تتذكري لما قلت لك علي أمي؟ قلت لي أنه غالي وما منقدر نشتري لك هاد نفسه غالي لك قلت لي الجاكت غالي أي كتير غالي أنت من وين جبتك لها المصاري يا بنت؟ لقيتهم على الطريق عم تسمعي ست ميسون؟ شوفي بنت أختك اشترت الجاكت بالمصاري اللي سرعتهم منها أكيد ما جابت المصاري من بيع الإقلام هلأ عرفنا وين صرفتي المصاري كل شي صار واضح قلت لي علاماتها منيحة مو لازم يكون الواحد منيح بالأول عمو صديني أنا ما سرقت المصاري حاجة تكذبي وليه؟ أنت سرقتي المصاري لك أنا متأكد أكالي نكارة يا حرامية خالتي أنا ما سرقت شي معرف حبيبتي خرسي وليه؟ هالبنت لازم تنقلع من هون ما لقعدي ببيتي خالتي جميلة اشترت للجاكت أول شي أخوكي مصطفى بعدين خالتك جميلة بدك تقنعيني أنه كل هالناس قاعدين لحتى يساعدوا حضرتك لك ما بتخجلي على حالك أنت؟ عمو أنا ما بكذب أبدا بكرة ما بدي شوفها البنت هون أكل القط لسانك ميسون ورجيني كيف رح تدافع عن بنت أخوكي هلأ رح تنقلع خليها تطلع من البيت فورا زهرة مستحيل تسرق خلصنا خليها تروح من خلتي ما بدي شوفها ليش قاعده هيك زعلاني زهرة؟ حبيبتي أنا مسدقتك ورح ضل جنبك دائماً ما رح تخلى عنك لو شو ما صار؟ عمو حمدي ما بتضياني لهيك أنا قررت أني رح أرجع أعضيها لعند عمي عندي طلب أحكي حبيبتي خالتي معلش أحكي تليفون من عندك؟ بوعدك ما رح طويل مع مين؟ بعدين بقلك تكرمي ترجمة نانسي قنقر ألو خالتي جميلة أنا زهرة زهرة شو بكي؟ صاير معك شي؟ صارت كتير شغلات صيئة يا خالتي جميلة حكيلي شوفي شغلتي بالي ولا يهمك حبيبتي بوعدك بكرة أني رح أجي أخذك بس حاجة تبكي لا تخاف يا روحي أنا رح أحكي مع زوج خالتك ديري بالك على حالك شكرا خالتي جميلة شو صار؟ هاي زهرة اللي على الخط بعرف هالشي بس ليش عم تتصل يعني؟ شو صار؟ إليلي بشو عم بتفكري؟ تعرف أنا شو عم بيختر لي؟ إنه شفتي لهي البنت مالا صدفة كأنه الله عم بيعطينا إشارة خدوه لهي البنت وكل ما أفكر بحكي الدكتور بقول هذا الشي اللي لازم نعمله شو أصدق؟ الدكتور قال لي أنه جسمي كتير تعب عن هالفترة وقال لي كمان أنه لازم ريح حالي شوي إيه؟ ما دعم قال هيك فلازم أعمل بنصيحته لازم نشوف الخير بهالموضوع أكيد طبعاً صبري بدي أخذ رأيك بموضوع تاني هاتي حكيلي عم فكر رروح لعند الجماعة زيارة أول شي بروح أنا بزورهم وبعد شوي أنت بتلحقني لعندهم بابا تعال ساعدني أمي شو بنتي أعمل؟ اشتقت لكم كتير ماما بابا ساعدوني بترجاكم ساعدوني ليش ما في حدا هون ماما بابا ليش تركتوني ساعدوني بترجاكم أمي بابا أمي بيت منك أنا تضرب أنتي وأحلامك سرعطينا هالبنت مجنونة نعلعي بقى يا حرامي طلعي من بيتي هلأ يلا لأشوف حمدي بكفي ما عبد بيها حمدي خلاص بقى ما أنا طايع شوف فشن نلعي من هون لا تخافي حبيبتي كل شي منيح لا تخافي لقا أنا شو زنبي يا حويا البنت ببيتي فاهميني حمدي بكفي بقى شو عم تساوي والله حرام لك شبكي أنت التاني ناوية ما تخلي براسي عقل بدك تجننيني لا ما شو عاد حبيبتي لا تخافي يا عمري ولا يهمك أنا بحبك كتير لك أنا بفديكي بروحي يا عمري يلا أنا رايحة مع السلامة استني بدك تدرسي منيح من شان تصير علاماتك منيحة تمام تمام يلا بننتي الحلوة يلا حبيبي معي كلام معلماتك إيه ماشي وركزي منيحة على دراستك حبيبتي ماشي مع السلامة يا عمري يلا أنا رايحة ماما زهرة لستاتا نايمة مو نايمة خلص رح تروح اليوم رح تروح بكرة الصدق أخيرا روحة بلى رجعة قالتلي إنه اليوم بده تعرفنا على حدا مين هالحدا؟ ما بعرف ما قالتلي هاد اللي صار خالتي جميلة زعلانة إنك بدك تروحي ما أنا زعلانة بنوب لأني رايحة بس أنا زعلانة لأني ما قدرت أوفي بوعدة لأمي بس لو كانت هون كانت رح تعذرني ما بعرف ليش كلنا مفكرين إني حرامية هنن ما عم يصدقوني أنا زعلانة كتير أنا ماني حرمية يا خالتي جميلة طبعا حبيبتي أنا بعرف هالشي مني رح تجي لعننا المسا مو هيك؟ رح تخبر يوم كل شي صار معنا؟ إي رح إجي ورح قللن إنه أنت بنت مستحيل تسرقي شكرا إليك صار لازم روح شبك ليه مستعجلة؟ أنا بدي لحق ضب غراضي لازم روح بكرة زهرة؟ نعم خالي لا تروحي بس أنا مضطرة روح لو كنتي مكاني رح تقبلي تضلي يعني معناها بشوفك المسا خالتي جميلة صبري أنت بالمكتب؟ رح تجي لما سا مو هيك؟ تمام معناها أنا رح روح وإنت بتلحقني متل ما اتفقنا تمام حبيبي شبكي ست ميسون ما في شي بنوض شبكي ليش قلبي يوشيك؟ يعني بدك تضلي قلبي يوشيك هيك؟ أنا مأهورة حمدي الأماني اللي تركتلي إياها أختي رحيت حقيق إزعال لكن إحنا مؤادرين نربي بنتنا للربية أنا بفتح وما كان هقصنا إلا جبلنا ضيوف أهلا وسهلا خالتي جميلة أهلين فيك يا حبيبتي هي هي يا خالتي اللي حكيت لك عننا أهلين شرفنا أهلا وسهلا شرفتي أهلين فيكي تسلميلي شكرا مرحبا مرحبا أهلين أهلا وسهلا شرفتي أهلا فيك حمدي شبك في شي أنا غالبا بعرف السيد جميلة أنت بتعرفها؟ إيه بعرفها السيد جميلة أصلا ترك؟ إيه صحيح السيد جميلة بتكون مرت السيد صبري أنت بتعرفها لزوجي؟ أنا بشتغل بمكتبة السيد صبري بمنطقة شيشلي شفتك كذا مرة ماشي مع السيد صبري هناك آه بتفضلي لو سمحتي لأتظل وقفي هيك شكرا شو الأخبار مدام؟ كل شي تمام لحد هلا بعرف أني أجيت بوقت متأخر وبعتذر منكم بصراحة أنا أجيت لحتى أحكي بموضوع مهم بخص زهرة لكن زهرة بدي أحكي مع خالتك وزوج خالتك بموضوع مهم فيك تخلينا لحالنا؟ حاضر خالة جميلة إجت خالتي جميلة أمي وهلأ رح تخبرهم أنه أنا معني حرمية بس بكرة بدي أرجع أضطيعه رح حاول أحكي مع أمي رح أترجع وقنعه مشان يخليني روح للمدرسة رح أعمل كل شي بقدر عليها حتى كفي تعليمي بوعدك بهالشي يا أمي يعني طلاطي أنت يا اللي شاري الجاكت؟ مضبوط وبصراحة أنا كان بدي أشتري لزهرة بس ما قبلت تشلح الجاكت بنوب لأنه هو الزكرة الوحيدة من أمه لحق معه بتعرفوا شو قالتلي؟ عيد ميلاد إيبرو بعد يومين لهيك خلينا نشتري لجاكت أكيد إيبرو رح تفرح فيه شو رأيكم؟ هاي البنت طيوبة ولا لا؟ والله زهرة ما في منه بحياتي ما شفت أطيب منه في حدا جائل عنا هلا؟ لا ما حدا جائل أنا ناطرا حدا زوجي رح يجي آه سيد صبري؟ أفتحك شرعة ميسون يا ترى مين إجل عنا؟ يلا يصطفلوا خليني كفي ضب لازم لحق ضب غراضي كلهم تفضل سيد صبري تفضل أعود لب الواقف أهلين شرفتوا تفضلي مدام شو أخبارك سيد صبري؟ بخير الحمد لله طمني إن شاء الله أموركم منيحة كله تمام وصرنا أحسن وقت حضرتكم شرفتونا شوف هالدنيا قديش صغيرة والله يا حمدي ما بتعرف كيف وشلون الناس بيلتقوا ببعضون معك حق سيد صبري حكيتي معهم بالموضوع؟ آه طبعا حكينا بشوية أصاص بس أنا كنت ناطرتك لحتى نحكي بالموضوع الأساسي شو أصدك بالموضوع الأساسي؟ بدنا نحكي بخصوص بنتنا زهرة طبعا زهرة قالت للست جميلة إنه بدي ترجع عضيعة بس نحنا بدنا إياها تضل هون معنا ما فهمت عليك آه نحنا معنا أولاد والست جميلة حبت لزهرة كتير بدنا ناخد زهرة لعننا لحتى نربيها ونعلمها ما في داعي للبكي فيك تشوفي البنت إيمت ما بنتك؟ شو رأيك سياد حمدي؟ رأيه مو مهم أبدا المهم نعرف رأي زهرة بالموضوع أنا رح رح أحكي مع زهرة معلش تعزروني شوي فيني شوفة هلأ؟ طبعا تفضلي زهرة؟ نعم خالتي شوفي شو عم تساوي؟ عم جهز غراضي شو صار راحة خالتي جميلة يعني؟ لا ما راحة بدي تحكي معاك شوي مرحبا زهرة حبيبتي فيني أحكي معك شوي؟ ايه تفضلي تعالي لألك عن شو بدنا نحكي؟ مبين ضبيطيون لغراضك بس أنا ما بدي إياك تروحي وأنا كمان ما بدي روح بس مجبورة زهرة بدنا ناخدك تعيشي معنا بتكون يعني إجي يعيش عندكم؟ هلأ يعني؟ هلأ يعني؟ ايه هلأ بس يعني بديك تضلي عنا شو رأيك؟ يعني بدي عيش معكم؟ مهم؟ من اليوم ورايح راحيش معك خالتي جميلة؟ طبعا أنا حبيتك كتير إذا أنت حاب نعيشي معنا مبين فاجأتيني كتير وافقت خالتي إجي لعندكم؟ لا لسه ما سألتها إذا بدك فينا نسألي ايه بكرة حلوة أساسا زوج خالتي ما بيحبني وما بدي يعني ضل بس يمكن خالتي ميسون رح تزعل كتير إذا رحت قريبا رح نغير مكان المكتب ياللي بيشيري شوال حكي؟ لوين رح لنتقل لك؟ لا أنا عفكر إني وسعه مثلا أخذ الكفترية يلي جنب المكتب بالتوفيق سيد صبري يا جماعة زهرة حب تقلكن شغلة مين هذا العم؟ هذا بيكون زوجي أهلا وسهلا عمه أهلين يا حلوك صح وين خالتي؟ خالتي شبكي ليش عم تبكي؟ لا تزعلي حاب بيقلك خبري كتير حلو خلي إيه برو تجي لهون إيه برو؟ شو اللي يساير؟ زهرة حابت جمعنا كلنا لا تخبرنا أخبار حلوة أنا بطلت إرجاء على الضيعة قررت من اليوم ورايح رحيش ببيت خالتي جميلة يا حبيبتي 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 ميسون؟ بدك تضلي قاعدة هون طول الليل؟ يلا أمي على النوم تركني اليوم حابي نام على تخذ زهرة بدي نام على مخدته وأشباع من ريحته طيب، حروح جبل الغطة يمكن يكون هيك أحسن لك يا عمري يا زهرة زوج خالتك ما بده إياكي لك حتى بضيعة ما حدا بده إياكي حتى لو رحتي لعند عميك رح تعاني نفس موهنا ما حدا بده إياكي ببيت خالتك زهرة أهههه الحظ أهههه أهههه 네 أنا بدي اتغطى بهذا الغطة لأنه هالغطة ما مشتريت لي يا انت طلبي وتمنى وكل شي رح يكون مثل ما بدك المهمة تكوني مبسوطة انت صرتي اهم شي بحياتي روحي مسكي من هداك الجنب تعرفي شو رح نعمل بكرة رح ننزل ع السوق شو رأيك؟ بدي جيب لك غراد رح جهز لك غرفتك رح اشتري لك شو ما بدك منجيب العاب ومنجيب تياب اتفقنا ومنشتري بوزة كمان اتفقنا هيدا يا حرام عليك ظلمت للبنات شلون وصلوا هالمصاري لهون؟ أنا ما حطيتهم هون؟ معقول حطتهم ونسيان ليش مين بيقدر يحطهم هون غيرك؟ أنا بتذكر حطيتهم بالجاكيت غلطت بحقها بسبب غلطك هاد رحت قلعت زهرة من بيتنا زهرة راحت راحت وعطتك درس ما رح تنسى بحياتك أي درس؟ هلأ خلص ما عاد ينفع شيء المهم زهرة علمتك درس وهالدرس بحياتك ما رح تنسى شو يعني؟ بدك تعرف شو يعني مو؟ شوف زهرة كانت بالنسبة إليك من شكل كبير على طول بس هلأ شوف كيف انتقلت لتعيش ببيت مديرك ياللي بتحلم فيه مضبوط بيعت ليلام زهرة صارت مديرتي هلأ صحر أمي اللي ساتها بغرفتها؟ ايه بغرفتها عم تجهز حالة لازم نخلص بقى كلنا متوترين هلأ وكمان الموضوع صعب كتير على أمك أصدق صعب علينا كلنا موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة امي انت منيحة؟ اي اي منيحة مادام ايلين اذا مو قدراني وحاسي حالك تعباني فينا نأجل قراءة وسيتك ليوم تاني اذا حابه ما في داعي خلينا ننهي القصة اليوم سيضياء حابة ظل حالي لاتذكر زوجي مظبوط متل ما قالت امي ما رح نستفاد اذا اجلناها عراحتكن اشتركوا في القناة رقم اتنين رقم اتنين رقم اتلاثة الرقم اربع والأخير يلا زينا تمني امنيين اه بدي لعبة جديدة فتاح يا وردة غماضي يا وردة شو اصدق انو عنا اختالت؟ سليم اغلو ما عندو غير ولدين ما في غير انا وراكان اتنين عم تفهم علي؟ اتنين هي اخت مو اخ يا جبران امي كنتي بتعرفي؟ ما عم بقدر صدق لا ايه مت ولدت هالبنت؟ امك وابوك انفصلوا لمدة سنتين متل ما بتعرفوا كانوا رح يطلعوا وبهذاك الوقت نهاد سليم بيك اغلو كان عندو علاقة لمدة مدامي لين لازم تعرفي انو نهاد بيك ندم على هاي العلاقة وبعدين اكتشف انو المرأة حامل شي حلو والله وين هالمرأة؟ طبعا لما سمعت انو ابي مات طمعت وبدت طالب بحقوقه هاي الشغلات بصير دائما لعما بيقلبش وطمعة ماتت ام البنت اثناء الولادة واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة ابوك حط البنت عند عيلي اللي يربوها وهلأ هن نتبنوها عظيم، معناها هن رح يتكفلوا فيها اللي قديش المبلغ يلي كان يبعث لياه ابي كل شهر ما في مش اللي رح نضل نبعث لياه خلينا نضل عم نبعث له ما رح نبعث لحد ولا ليرة وحدة بس ابوك ما كان بدو هيك ليش شو كان بدو ابي اه؟ يعني بدو يزلنا ونحن بيها لعمر؟ اهدى شوي ليك اختك لك حاجة تقول اختك ضياء ابي عندو ولدين بس وليكنا قدام عيونك ابوك بدو اياها تعيش معكم بالبيت مثلها مثلكم البنت مالا غيركم يا جبران عيش معنا؟ لازم تتعودي على هذا الوضع شباكن زينب بتضل اختكن السور ما يährt ه LinkedIn جacular صورتي جهزة يا زينب يه جاهزة زينب ماذا جدة زينب يلا القطيني يلا زينب أنا هون أنا هون يلا ما فيك تلقطيني كمشتك شبك ليش صاهرة بطيئة أنا هون القطيني يا زينب ديروا بالكم يلا زينب زينب يلا يا بنات أمي ما في نضل كمان لسه ما خلصنا لعب يلا تعالوا يا بنات إجا أبوكم عنجد إجا بابا هلا قال لي إنا رح يجيب لي بوط رياضة يا ترى جب ليه؟ ايه يمكن جابه شكته حامل الكياس بإيده وأنا ما جب لي شي كمان يلا تعالي جاي يمي كنت بتعرفي بهشي؟ أنا بعرف إنه أبوك كان عنده علاقة قال لي إنه نضمان كتير وطلب سامحه وأنا أنا سامحته لأبوك مر على القصة عشر سنين ماهتمت كتير بالموضوع لأنه كنا منفصلين بس عنده بنت ما عم صدق أه نهاد بيك كان نضمان هو عفراش الموت نضمان تجاه هيك وزعلان عالطفلي البريئة بابا اشتريت لي بوط رياضة مو هيك لأنه عندي درس رياضة بكرة ايه جبته آه أعطيني بوسي مالي بابا ما جبت لي شي كمان معقول إنساكي أنا هذا لك مالي هاة بوط كورجينية زينب Swee 贝لاش أخد بوطك أنا لو سمحتي طيب وإن شي بتديقل بس لا يا زينب ما فيكي تاخدي أمي شوفي مو بوط أحلة من بوطي بكفي زينب لتنقلنفني بعضون خلاص بوت زينة بحلم انتبعي اذا انا ما عم اقدر افهم لا تخاف لساتون صغر ما بيفهموا بها القصص ما عم افهم شي انا جبت بنت واحدة التانية مو بنت واحدة منهم حملتها ببطني والتانية حملتها امه لك ام البنت توفيت مين هي بنتي من حقي اعرف شو متمنية اعرف ما رح نعرف ابدا يا زهرة بس انا من حقي اعرف محمد كنت ام لقلهم كلها سنين مفكرني رح اتخلى عن واحدة منهم اذا عرفنا رح نفرق بينهم هالبنت من دمنا والتاني مجبورين فيها ما رح ميز بيناتهم اذا بدك بحلف لك كمان بلع ناد محمد خلينا نرح نعمل فحص عند الدكتور لازم نعرف الحقيقة انا عندي ايمان بالله وعندي ضمير مين ما كانت بنتي منهم تكون ما بتفرق هي اللي بهمني انها عايشي بقلبي انا ما قلي علاقة بهالبنت ابنوب تمام مو زنبنا نتحمل اغلاط ابونا نهاد بيك ما كان عنده شجاعة ليواجهك ويخبرك بالحقيقة لما كان عايش بس هلأ بدو اياكن تعرفوا الحقيقة سمعني منيح شو رح قللك بالنسبة لكل شي مضى ما دخلنا فيه خلصنا ما بدي احكي بهالموضوع انا بدي اعرف كل شي بخص البنتي اللي عم تحكي عنه امي خبرني سيد ضيال خبرني سيد ضيال كل ياللي صار اختلطوا البنات ببعضهم بيوم ولادتهم وبهذاك الانهار شفت الاب كان زعلانه متضايق كان منهار كأنه مصيبة ووقعت عرازه قال انه البنت رح تبقى بدون اهل لما سألته عن ياللي صار طلب مني ساعده وقته قال لي فيك تعتني بالطفل المسكينة ما عرفت شو بدي يساوي مع انه شكله مبين من عائلة محترمة بس حالته كانت بالويل قلت له ما بقدر ساعدك مع اني شرحت له وضعي بس اصر علي كتير لقعتني بالطفل موسيقى إلا بك اتفاقر تكتير بالمولد موسيقى 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 بينهم أبداً يا زهرة عرفت بهديك اللحظة إنه لازم أعطيني فيها كانت أماني برقبتي اللهم أنت السميع العليم مسكتن وبستن على جبينهم الله راد إنه نعطيني فيهم هنين التنتين حبيبتي زهرة معقول نفرق بينهم يعني؟ محمد ما رح نفرق بينهم بس لازم نعرف الحقيقة ما بدي أعرف يا زهرة هدول التنتين بناتي حتى لو ما كانت من دمي لك هدول عيوني التنتين لك شبك أنا ما حكيت شي غلط أنا باعتبر التنتين بناتي بس شو بيصير يعني إذا سألنا وعرفنا من بنتنا الحقيقية وين الغلاط ما سألتي حالك ليش سميتهم نفس الاسم؟ لأنهم اتنيناتهم بناتي ما في داعي نسأل بلا ما نعكر المي الصافية مو طبيعي أف على فكرة أبو وصر له شهرين ما بعط له مصروفة لهلأ ما دفعنا أجار البيت رح ألاقي حل لا تعلق ما رح تلاقي حل أبداً لازم تتصل فيه سأله وين المصاري لحد هلأ ما سألت حالك بل كي ما تزلم يا محمد سأله عن السبب لازم تفهم شو عم بيصير حواليك أنا ماني شحاد ماشي؟ شو الفائدة من كبرياءك ونحنا ما معنا ليرا شلحي؟ شلحي؟ تركيه بابا اشترع لي يا إلي بالأول أنا حبيته وبديها آه ما بدي؟ شلحي عمقلك لكي خربتها شو طماعة لكي يلا شلحي؟ واضح أنه هنبنت ما أنا بنزل حقيقية خلص بحدي عني أخ بس لو قدر أعرف أمي تعالي لك شو بكون؟ شلحي خلصيني بحدي زينة؟ ليش هيك عم تعملي بأختك؟ استغفر الله يا ربي دخلنا شلحي عمقلك أنا؟ شلحي؟ شلحي؟ شلحي يلا شلحي يلا تركينا آخ يعني هاد قللي أنا كيف بدي أتعود على غيابك؟ شو مشان البنتي اللي تركتها؟ شو الهازم أعمل هلا؟ يا الله ليش بلايتني هالبلوة؟ أمي عم جاهز حالها؟ أي قالت إنه مجايع بالا تتعشى لك شو السطران؟ تركنا ترتاح شوي ما نقليل اللي صار اليوم ياللي صار ما كان سهل علي كمان لك ما عم استوعب شفت بابا شو عمل فينا؟ صار ياللي صار يا أخي بس كل شي صار لما كان بابا منفصل عن أمك يا جبران أنا ما بيهمني علاقات أبوك العاطفية أنا مزعوج من البنت بعرف إنه الموضوع والترك مو سهلة ما توقعت يكون عنا أخت صغيرة غريب بس هي بتضل أختنا انت بتعرف رأيي بالقصة ما بدي إياها بنوب ما لفوتع هالبيت مو على كيفك أمي؟ رح نعمل متل ما وصانا أبوك مفهوم؟ روحوا دوروا على أخدكن وبعدين جيبوه على البيت على بيتها بابا حطل الشكلة الوردية ماشي؟ تكرمي يا روحي وين شكلتك زينب؟ أخدت لياها زينب بابا كذابة هالشكلة إلي من الأول انتي كسرت شكلتك ولهيك أخدتي لياها ليش عم تكذبي زينب؟ ما عم أكذب هي اللي بتكذب عطول لازم كل يوم تتخنقوا هيك يعني؟ بناتي ما بيتخنقوا الأخوات ما بيتخنقوا ما هيك محمد؟ ما عد عم أفهم عليك تعالي يا أم الشعر الحرير رح أشتري لك اليوم شكل جديد لا تزعلي شو بدك لونة؟ مو مهم شو لونة بابا؟ شلون مو مهم؟ يعني يلا اختاري لاشوف شو أكتر لون بتحبي؟ بحب الوردي الوردي هو لون المفضل اختاري لون غيره هايب شاولونك المفضل التاني؟ شو الوردي الفاتح شو مرحبا أستاذ تفضلوا كيفيني ساعدكم؟ محمد سولماز حضرتك مهي؟ ايه تفضل أنا المحامي ضياء جان سيفير ايه شفت كيف محمد؟ قلتلك نحنا صار لنا شهرين ما دفعنا الأشعر قلتلك بس ما رديت عليه كان لازم تسأل أبوه وينه سكتي بقى مو وقته لا لا ما اجينا مشان هيك ليش اجيت؟ اجينا مشان زينب زينب؟ زينب كيف هيك؟ نيحة معناها انت زينب صح؟ وأنا كمان اسمي زينب عجب شو انت بنت الجيران؟ لا انا بنته لبابا محمد وأنا كمان بكم بنته طيب تمام تمام معناها يا بناتيا الاسم زينب سولماز ترفع اصبعتها انا اسمي زينب سولماز وأنا كمان زينب سولماز نيناتون زينب شو هاد؟ بس مين هي بنتك؟ التنتين هادول بناتي؟ ليش اجيت يعني؟ مين بعتك لعندي؟ انا محامي سيد نيهاد اوغلو وهدا ابن نيهاد اوغلو يا ميت أهلا وسهلا فيكن كيفو نيهاد بك؟ قللي؟ ممكن نحكي شوي على انفراد؟ شكرا قلت شكرا قلت امي عن جدرة كان رح يدور على البنت؟ هاي البنت بتكون اختك مظبوط؟ لك انتي مو معقولة امي لك شو صلت؟ كيف بتسمحي لبنت غريبة تفوت على حياتنا؟ زينب طفلة صغيرة جبران حاش تحكي عنا وكأنه قاتلت لك شي قتير؟ امي هاي الطفلة بتكون بنت المرة يلي خانك بابا معاه هاي القصة بيني وبين ابوك هاي البنت بريئة ما لازم بكل يلي صار معنا نحنا يلي عملنا بحالنا هيك لازم نعتبر زينب ذكرى من ابوك جبران عندي ذكريات كثير من بابا يا امي ما بدي اكتر شكرا بعدين ما عم افهم شلون قبلاني بنت من مرة تانية تجي تسكم معنا؟ لك المرة توفت شبك؟ حتى ابوك توفى بس ترك وراه بنت صغيرة ما لازم بشي الشغلة مو سهلة علي كمان ابوك ترك لي هالبنت اماني فكرت كثير وقررت بعدين اقبل بي اللي صار وجيب البنت قلبي وضميري ما بيسمحوا لي اتركها ما بدي هالبنت تفوت على بيتنا سمع هذا بيت ابوك وبيت زينب كمان جبران ابني جبران سحار جبران سحار جبران ابني جبران يا سحار 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 معقول ماتني هاد اغلو؟ صح ما بعرفه منيح بس كان حدا لطيف ضل يبعت لنا مصاري كل هالسنين مشان البنت محمد طلع الزلمة ما عم يبعت مصاري لانه ميت يا حرام الله يرحمه ويغفر له الله يصبركن يا اخي انت ابنه مو هيك؟ ايه انا ابنه ضلينا نعتني ببنت المرحوم لمدة طويلة يشهد علي الله ما فرقت بين البنتين ابدا اعتبرتها مثل بنتي بس بتضل اختك وانت مسؤول عنا صح؟ زهرا؟ روحي شوفي البنات شو عم يعملوا؟ شو بدون يعملوا؟ يعني بيكونوا عم يلعبوا؟ زهرا؟ ايه مظبوط حكيك لازم روحوا وشق عالبنات شوي بعرف عندك كتير حكي مشان الورثة والوصية وهالقصص المهمة المهمة نحنا نحنا ايجينا لهون مشان ناخر ما رح اعطي بنتي لحدا طب مني عن وضع دكتور؟ انا منيح امي منيح ما في داعي تقوم لازم ترتاح طبعا لازم يرتاح سمعت بيدنك شو قال الدكتور؟ هيك صاري اللي بده يا امي ما عاد فيني يقوم من هالتخط يعني لازم تقوم لتجي على المشفى بكرة ضروري عمل لك شوية تفحوصات ما عدنا شفناك كتير بعد العملية ما فيني شي ولو اخي صالح لهيك ما رح ارجع على المشفى بل عناد خلينا نفحصك مشان نتطمن تمام؟ منشوف شو بصير طمني صالح بك اللي في شي بخوف؟ ما بقدر احكي شي لحتى نعمل للفحوصات بكرة بس دقيقة قلت اللي جبران تعافى بعد العملية احيانا بهيك حالات ما بيكون الشفاء تام مية بالمية شو قصدك انت؟ شبكي ليش خايفة؟ انا بس شاكك لحظة لا تقلي انه ابني رجاله السرطان مش عن الله طمني ستقلين انا ماني متأكد من هالحاكي يمكن تكون نزلة برد مثلاً ما بقدر اكدلك شي قبل الفحوصات بترجاكي لا تزعجي حالك بدون سبب واجبي كدكتور خبركم شو لازم ينعمل لنعرف حالته حميلي ابني من الشر يا رب يا رب عفيلي ابني نهاد بيك بده ابنته تعيش ببيتها مع اخواتها الحقيقيين ليديروا بالهم عليها هلأ اجي على باله يسأل عليها؟ انا اعتنيت فيها كل هالسنين لما مرضيت اسهرت كرمالا لكشلت اللقمة من تمي بس لحتها طعمية ما كنت اطلع من هالباب الا واخدها معي لك كنت وصلها على المدرسة بيدي انا فخور ببنتي كتير مو بنتني يا هات بيك لما وقعت انا يلي شلت ودعويت جروحها وقت امرض كنت معا واتوجع لوجعها وحتى تراجع على كتفي وما اعرفت منها لانه هي بنتي لك ربيتها كل هالعمر عمقلكن هي بنتي انا اسمعني اذا القصة قصة مصاري انا ما بتهمني المصاري القصة جواتي امي امي ليش اجو هالرجال اللي عنا؟ اذا ابوكي بيعرف يستخدم عقله فرح يجيبو لنا كتير مصاري بنتي وسروة كبيرة كتير رح تمطر علينا مصاري امي ليش عمو كان عم يتطلع فيني نظرات غريبة كل الوقت؟ كان عم يفكر لمين بده يعطي المصاري يروحي انا بدي المصاري بس تطلع فيني اكتر لو كانت القصة بالنظر فانا اكتر واحدة عم اطلع فيكن يا حسرة مين بيفهم امي انا بدي مصاري كتير رح نشوف مين بينكن بتكون محظوظة بالمصاري رح يعطوني انا متأكدة هاي مو مصاري يا هبلة هاتي لاشوف امي اوليلا ايه شبكن يا بنات شو عم تعملوا حاجة تتخنقوا زينة رجعي للي عبتي يا ترى مين منكن بنتي الحقيقية هاتية هاتية اماني خلص زينة زينة بعقلة كبيرة وطيبة وحنونة هاتية لا مافي زينة عنيدة وطموحة عندي احساس انه زينة مو بنتي انا هاتية بادي عندي يا بنات هاتية شبكن حاجة تتخنقوا اف لو سمحتي زينة عطيني هيلاتي انا لحظة انت يمكن فهمتنا غلط محمد بيك انت كنت قبل زينب من هي وصغيري ونحنا منفهمك وانت ما فرقت بينها وبين بنتك ابنه ولا مرة بس كمان ما فينا ننكر انه عنده اخوات اخواتها الحقيقيين من لحمة ودمة يمكن هي مو من لحمي ودمي بس انا عطيتها كل شي بقدر عليك ااب هي روحي وقلبي كيف تبدي يعيش بدونها؟ لا تعمل فيني هيك؟ ما في داعي تقلق فيك تجي تشوف زينب قيمة ما بدك انا مجايلة حتى احرمك منها انا حابب اتعرف على اختي الصغيري وبس هيقومني يتقبي قبل ما يموت بترجاك فهمني هذا الافضل لزينب صدقني شو قلت؟ انت موافق مو هيك؟ زينب اختي بترجاك لا تحرمها من عائلتها الحقيقية سيد محمد صدقني هيك احسن له نحنا بنقدر نوفر له كل شي بدايا فكر بدراستها فكر بمستقبلها ما رح تقدر تعطيها اكتر من يلي رح نقدم ليا اسمح لنا ناخد زينب لما حل ما بتنتمي سيد محمد من فضلك صدقني زينب رح تكون مرتاحة هونيك مستحيل بدي اتعرف عليها بظن انك رح تسمح لي اتعرف على اختي معقول تحرمني منها؟ استنى شوي رح اجيبهم لهون لحظة ياريت تجيب زينب يلي بتكون بنته لأبي لو سمحت اه؟ بدي اتعرف على اختي زينب الحقيقية ما بقدر ليش؟ ما بعرف فرق بيناتهم كيف يعني ما بتعرف؟ ما بعرف مين منهم بنتي الحقيقية انا من زمان كتير ما بعرف مين بنتي وما بعرف مين اختك هاي الحقيقة كيف بقى؟ شو قصدك يعني؟ تخربطوا مع بعضهم يوم ولادتهم بالمشفى لهذا السبب سميتهم التنتين زينب كيف؟ دقيقة يا جماعة وكيف بدنا نعرف هلأ مين بتكون اختي الحقيقية؟ سهل كتير نتأكد مين هي اختك الحقيقية ناخد عيني من دم السيد محمد والبنات ووقت فينا نعرف انا ما دخلني بهالأمور هاي ما بفكر عاملة بحياتي ما فكرت بالموضوع ليش لا فكر هلأ؟ البنات هنيك روح شوفهم اذا قدرت تعرف اختك لا تقصر كيف بدي أعرفها؟ شو هالجهل مو معقول؟ اذا هاد اسمه الجهل فأنا جاهل تعرف شو قلت لحالي؟ يمكن ابوها الطفلة هاي واحد جاهل هالبنت ما لازم لازم تعتني فيها منيح اوعك تفرق بين البنتين ابدا ربعا انا شقفة عامل وانتي زنجيل انت بتعرف اكتر مني كلها عين الدم منك ومن بنتك بالمشفى يا سيد محمد اخر همي روح على المشفى معقول عم تفكر بها الطريقة؟ انا يلي ربيتك لها السنين انت من كل عقلك عم تقلي خود هاي وتروك هاي ديك؟ هلا صحيح انت عندك نصاري بس انا كمان عندي ضمير خلصتو حكي؟ خلصنا حليتو ان شاء الله؟ مرحبا اهلا اهلا انا اسمي راكان خلونا نتعرف على بعض مين بتكون زينب ومين بتكون زينة؟ هي اسمها زينب وانا اسمي زينة بس اسمي الحقيقي هو زينب بابا قالنا انه سمعنا نفس الاسم لحتى ما نفترق عن بعض ابدا حتى منلبس نفس الفسطين وعنى نفس الالعاب كمان تعرفي انه عيونك كتير حلوين؟ وانتي شعرك ناعم مثل الحرير لما فكت فيرة شعري بيصير شعري حلو كتير بس ماما على طول بتربط ليه ما شاء الله فعلا شعرك كتير حلو يا بيك ما بعرف لمين طالعه حابب ايجي بكرة لهون اذا سمحتوا حبيتهم كتير طبعا تعال امتى ما بدك يا بيك؟ يلا بشوفكم بكرة يا حلوين موسيقى قل لي انا غلطانة قل لي انا لو كان قصدو عليكي كان نعدالك وقللك زينب طيب انا اسمي زينب موسيقى شو بدنا نعمل يا سيد ضياء؟ والله انا محتار كتير ولا مرة واجهت متل هيك موقف يا ترى مين منه نغتي؟ نحن ما فينا نجبر الزلمي والبنات يروحوا على المشفى بأمر من المحكمة معناته رح نتصرف في مشاعرنا ان شاء الله ما نرتكب اي غلط ان شاء الله موسيقى شو بده يصيد هلا؟ قال لي اذا قدرت تعرف اختك لا تقصير هذا حقك وقال هي بنتي ما فيك تاخدها مني نيتو كتير واضحة بده ياخد منا مصاري مقابل ترباية اختك القصة مو هيك اخي انت لو شفت الزلمي ما كنت قلت هيك البنات بيشبهوا بعضون؟ كانوا لابسين نفس الاواعي حتى نفس قصة الشعر نسخة عن بعض الزلمي رباهم كأنهم توأم بس وجوهون وتعبيراتهم مختلفين خلينا نفترض انه عرفنا مين بنته لابوك برأيك رح يعطينا البنت؟ شو رأيك؟ مظبوط حكيك قال انه ما رح يتخلى عنا عنده عزة نفس وما بين شرع والمصاري ما بتهمه قدي شك بريء؟ شكلك مو عرفاً شو عم يصير بدك البنت يعني؟ خود البنتين وخلصنا من لقمتهم الزلمي عم يحاول يخدعك عم يمثل عليك بده يخلص من مصروفهم لازم تنتبه منيح هاد الزلمي البسيط عم يخطط يسرق مصاريك وكل شي رح تقدمه لاختك رح تضطر تقدمه للبنت التاني موسيقى زينب هالسؤال كيف حلتي؟ ما حلته لسه بابا تعرفت حل هالسؤال هات؟ هاتي لاشوف طبعاً بيعرف بنتي ابوكي تعلم ووصل للجامعة المفروض يعرف السؤال والجواب هو بيعرف كل شي سهلاً لكون عم كزم زينب بنتي شو رأيك تسألي معلمتك بكرة على هذا السؤال؟ هلأ تأخر الوقت حبيبتي إذا بدك فيها تسألك بكرة الصبحة بالما تروح يمكن وقتها تقدر تعرف يلا يا بنات هلأ تأخر الوقت لازم بكرة تفيقوبك كيل يلا لايكني خلصت هلأ برافو عليك يا شطورة وأنا خلصت أم أصبح على خير بابا وأنت بخير يا روحي أصبح على خير بابا وأنت بخير يا قلبي بابا هلرجال رح يجو مرة تانية؟ ما بعرف بنتي أمي قالتلي إنه رح تمطر المساري علينا يلا يا بنات يلا عن نوم يلا أمشوا بسرعة دخيلك يا الله ساعدني لك أنتو شو عم تحكوا قدام أبوكن؟ بس أمي أنت حكيتي لي هالحكي لا تحكي بها السيرة يلا بوشك عن نوم ولا بقى تفتحي دمك بحرف انسي هالموضوع يلا يلا زهراء؟ زهراء؟ زهراء زهراء لك مليت منك أنا؟ شو صار لك محمد؟ رح أجي بعد ما نيم لأولاد يا الله دخينك يا الله شو بدنا نعمل هلأ؟ ولا شي شو مشان وصيط أبونا؟ حاولنا وما قدرنا، مو بإيدنا شو صار لك يا أخي؟ نحنا عم نتعامل مع واحد ملعاب عم يراوغ مشان المصاري بده إيانا ناخد البنتين سوا أو ما بيعطينا أختك الزلمة عامل بسيط يا دو بيدبر لقمة يومه حتى شغله مو دائم ما تخلى عن البنات كل هالسنين اللي مرقت برأيك هلأ رح يتخلى عنهم؟ ما كنت بعرف إنه غبي هالقد هالزلمة طلع أسكى منك لما عرف بورتة أبوك صار بده يستغلك طلبت من المحامي يبعط المصاري اللي كان يبعطها أبي كل شهر ما شاء الله عليك انت شكلك ناوي تجنني هتا ابني شو صار لك؟ انتو عم تشدوا على إيده إذا بيضال بيبعط مصاري لهذاك الزلمة فهيك رح يضال عم يتمقطع فينا أساسا هيك أحسن لك إختنا عنده لك حاجة تقول إختنا بقى إذا بدك ياها فهي إختك بس أنا مو قبل أن تكون إختي شبك هالبنت من دمه لأبوك؟ لك نروح لعنده وعطيها نص وردتك معناها أنا ما قلي أي علاقة بالبنت انت ما عندك ضمير يعني؟ بلى بس على قد عقلاتك بكفي خلاص اسقطوا بكفي خلاص اسقطوا موسيقى انت قلتي للبنات إنو جايتنا سهروة؟ شبك شو صاير؟ ليش عم تخليهم يفكروا بهيك شغلات زهرة؟ محمد انسى هالموضوع قللي شو صار معكم؟ مات الزلمة معا؟ ايه توفى الله يرحمه ويغفر له ايه وترك لبنتو جزء من الورثة معا؟ انت بس لو شفتهم للبنات إذا بتطلع فيهم مرة ما رح تقول هيك أنا حتى ما بدي شوف خلقتهم ولا بدي شوف وش هالعامل البسيط أنا بدي شوفهم شو؟ حابة اتعرف على هالبنات بكفي ناوية تروحي عبيتهم إمي؟ برافو لا خليهم هنن يجوا لهون نص تضيفهم عنا يومين اتنيناتهم؟ ليش في عنا خيار تاني؟ يمكن واحدة منهم بتكون بتشبه أبي يمكن احنا ما منعرف بس امي رح تلاحظ كيف بده تلاحظ؟ ما بعرف يمكن امي تحس بشي احنا ما منحسه مثلا واحدة منهم عيونه بتشبه عيونه والتاني ما لعلاق ابنه واحدة شعره كسيف كتير والتاني شعره خفيف لك حتى وشهم، حتى تعابيرهم، مختلفين في كتير شغلات ممكن تخلي امي تفرق بيناتهم خليهم يجوا بكرة لكا، ويضلوا عنا لأسبوع تصطفلوا وعملوا اللي بدكون يا قل لي محمد رح يقتلني الفضول، احكي خلصني اعتنينا ببنتهم كلها سنين، بل كي تركلنا شي من الوردة؟ شو قال المحامي؟ حكي لك كلمة بقية يا رجال لك شو صاير لك يا زهرة؟ انتي ما كنتي هيك؟ قليلي وين عقلك وضميرك؟ واحدة من هالبنات هي بنتك بنتك، ما بتشفقي عليها؟ لك شبك؟ ما أنا هاد لي عم احكي؟ كل حدا ياخد بنته ويروح طيب، نحنا رح نحل هالموضوع ما بدي بناتنا يتعذبوا لأنهم فقرة يا محمد أنا بدي راحتهم بهالحياة بالآخر بيضل اسمهم إخوات، إذا أمننا مستقبل وحدة، عمان التاني بتستفيد مستحيل تدريد محمد اشتركوا في القناة 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 لك قل لي مين بتكون بنتي محمد موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رقم ما بعرفه يا فتح يا سكر راسي مطوش غلقه ألو نعم حضرتك راكان بيك مو؟ اي صحيح أنا زهرة راكان بيك مين زهرة؟ آسف ما عرفتك معقول نسيت به السرعة زهرة أنا زهرة أنا مرتولة محمد لك أنا أم أختك زينب تذكرتني هلا؟ اي عرفتك ست زهرة طمنيني عنكن كيف زينب أصدي؟ يعني كيف البنات؟ منح لكن عم يلعبوا مع أبوه نجوه ما رح اليوم عالشغل كمان ما عنده وظيفة إذا ما اشتغل ما منأكل اي هالوقت كتير صعب بكل الأحوال أنا اتصلت لسبب مو قلت اللي إنكن رح تجو اليوم كمان اللي إمتى بتكون تجو؟ لأنه البنات عم يسألوا عنك أنت بتعرف حبوك كتير يا راكان بك طول الليل عم يسألوني وينه أخي راكان وإمتى رح يجي؟ عالأغلب أنا اليوم رح إجي إلا رح تأخدهم اليوم 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 رح إجي لأخد زينب عن جد رح تجي تأخذها؟ يا ترى بتعرف مين أختك زينب ومين زينب اللي بتكون بنتنا؟ لا بصراحة ما بعرف ما بعرف مين بيناتهم أختي المشكلة إنه زوجك مو قبلان نعمل فحص للبنات ولا حتى لإلوه بلكي هالمرة بتعرفشي؟ أنت بتعرفي مين هي بنتك؟ يعني أنت كأم بلكي حسيتي إنه وحدي منهم هي بنتك بشي طريقة ما بعرف بلكي مثلاً حسيتي وحدي منهم تشبهك أكتر يعني أنت كنتي أمهم كل هالسنين فأكيد رح تعرفي كل هالسنين كنت عم ربي هالبنتين وكأنه ما عندي أشغال غير ربي بنات الناس الله يرحمه لأبوك رمها البنت فوق رأسنا وراح لك المشكلة زوجي على نياته راح أخدها ورباها لك أنا لحد هلأ معارفانة مين أختك ومين بنتي لك كل واحدة إلى عادات مختلفة عن التانية تعاخد التنتين راح تاخد التنتين طبعاً هذا اللي كان ناقص كان الموضوع ماشي لما كنت عم ربي أختك إذا حابب تعرف مين أختك من بناتهم أخدهم لعندك أو بس تعرف الحقيقة بترجع لنا بنتنا يخرب بيته شو زكي يا الله دخيلك شو منعمل أمي؟ بدك تجيب البنات الزلامي ما بده نعمل فحص دي اناي ليش طيب؟ قال إنه ما عاملها من زمان ليش لحتى يعملها هلأ ورفض يروح أو ياخد البنات على المستشفى قال ممنوع ناخد نقطة واحدة من دمهم تعرف يا هالزلمي ملعونه مؤلي لبنون أو إنه بحب بناته لدرجة كبيرة شو رأيكم نروح مشوار؟ موافقين ما فيكم تروحوا محمد شايفين؟ عمكم غيراني منا رح يجي راكان بيك والمحاملة عنا اتصل فينا الزلامة اليوم وخبرنا وقال خليكم بالبيت لازم ناخد أذن لنطلع يعني؟ هلأ هاد لي فهمتوا من اللي حكيتلك يا ليكن جايين عالطريق لحتى يعتنوا ببناتي الحلوين ما بدي حدا يعتني فيني أنا رح استناهن لكن هنن بيحبوكن كتير يا عمري لهيك جايين لعننا بس أنا ما حبيتهم أبدا بابا أنا بنتك الأصلية صح؟ سمعي وانتي كمان اتنيناتكم بناتي بابا ما رح تعطيني لحدة تاني مو هيك؟ ما رح أعطي حدا منكن لحدة تاني حبك كتير بابا ها يمكن إجو أهلا وسهلا فيكن ما في دعاية تشلحوا من رجلكون أهلين فيك شكرا مرحبا محمد بيك مرحبا في فيك زينب أنا اسمي زينب هديك زينب من نادي لزينب لنفرق بينهم وهي زينب اي هي أحسن طريقة يا بنات أخوكم ركان بيك حابب ياخدكم لعنده على البيت شي يومين لا أنا مو حاب بيروح معه بس عمو عندوا بيت كتير حلو وحتى هنيك شو ما بتطلبوا بيجي لعندكن شو عم أحكي شي غلط؟ رح تجيبولهم كل الشغلات اللي بيحبوها طبعا أكيد منجيب لكم ألعاب وفصاتين حلوة وشو ما بتكون؟ رح تنبسطوا ببيتنا كتير عمو أنت بيتك بعيد؟ مو بعيد إذا رحنا بالسيارة بعدين رح ننبسط سوا هذا وعد مني اتفقنا؟ وأنا بدي روح خلي بابا وماما ييجوا معنا إيه والله فكرة حلوية يا بنتي بل كي بتتغير حياتنا كمان خلينا نروح معون محمد سمعت شو قالوا؟ شو رأيك بالفكرة؟ للأسف ما فينا ناخدوا معنا يا زينب بس يعني فيك تشوفي أمك وأبوك إمتى ما بديك إن شاء الله ما نطرتك ولا يهمك شو طلعت النتيجة؟ لسه مو كلهم النتائج اللي طلعت بتكفي وبتوفي دكتور طمني النتائج طلعت منيحة؟ كنت بتمنى هالشي بس مع الأسف يا جبران النتائج ممنيحة شو أصدق؟ إيه لي شو فيه؟ نفس المرض؟ رجع لك المرض جبران السرطان بالدم؟ بس بس أنا تعالجت بعملية الزرع من بابا أنا قلت لك وقتا أنه العلاج موفع عالمية بالمية واحتمال كبير تحتاج عملية لتجدد زرع الخلايا بس يا دكتور هلأ بابا مات لك مات وأخي ما بيقدر يزرعلي بسبب المرض يلي عانى منه خبرني شو الحل؟ أهدى شوي ما بيقدر لك أنا رح موت وأنت عم تطلب مني أني روء فيه طريقة قل لي إذا فيه طريقة تانية؟ نحن عانينا من نفس الموضوع من زمان صعب نلاقي خلية جزعية مناسبة راكان فينا نفحص راكان مرة تانية؟ أنت بتعرف أنه مرض راكان السابق ما بيسمح بها الشي ما رح يمشي الحال معه أبداً بس بس شو؟ كنت بتمنى لو كان عندك أخ أو أخ تاني وقتها بيمشي الحال؟ لازم يكونوا من لحمك ودمك سيد محمد فيك تشوف بناتك قيمة محبيت بس نحن ما رح نقدر نخلي البنتين عنا بالبيت طول العمر بتصور بتعرف هالشي يعني نحن بدنا ناخد أختنا بس أختنا يلي من دم أبونا أنا ما رح أعطي بناتي لأي حدا بالعالم قلت لي بدك تعرف أختك وقلت هات حقك وأنا سمعت صوت ضميري وقلت لحالي خلي يتعرف عليها بس لا تصدق حالك ولا تفكر أنك رح تقدر تأخذها مني طول العمر في قوانين بها البلد سيد محمد هالقوانين مو بس للأغنياء مثلك أكيد في قاضي للفقرة كمان ولك حتى لو بدي موت فما رح أعطيك بنتي لك لشو كل هات؟ عم ضب ألعابي وهي بيجامتي اللي بدي ألبسها وأنا رح أخذ هاي اللعبة معي شباكن يا بنات أنتو مجانين لك هنيك بيجيبولكن ألعاب وطياب جديدة شيليها زبالة من إيدك لقلك بس أمي هاي اسمها سنفورة مو زبالة بنتي أكيد عندن هنيك الألعاب اللي بتتحركوا بتحكي عندون من الألعاب اللي بتغني طبعا عندن منن هنيك فيكن تطلبوا شما بتكون ألعاب وطياب يا عيني أنا بدي أخذ هاي معي يا بنات لا تنسوني لما تروحوا لهنيك رح تعيشوا حياتي مرفهة كتير يا عمري انتي ما بتعرفي قديش بحبك بحبكن انتو التنتين وأنا كمان بحبك أمي أخوكن ناطر بلا ما انت أخر عليه كتير يلا بابا حبيبي بابا رح نرجع على بيتنا مرة تانية بابا بتعرف ان بهذاك البيت في كتير ألعاب وطياب حلوة وفينا نجيب لي بدنا يا قد ما كان غالي شكلها البنت معاجب تعيشتنا بتحسها بنت شي باشا رح ترجعوا على بيتكم لا تطولوا هذا البيت هو بيتكم بس كمان هداك البيت هو بيته لزينب ايه؟ يلا يا حبيباتي روحوا ماما بابا زينب بنتي بنتي أنا بحبكون كتير يا روحي أنا بحبك كمان رح ترجعي لي يا بنتي هلأ روح يلعبي وانبسطي تمام يلا بنتي زينب يلا على السيارة شفت زينة ما سألت علينا حتى راحت وما تطلعت وراها ايه؟ بالآخر تلعت دم بحن موسيقى 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 اوه يكون يابن هاتي موسيقى 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 من كلゾعي تشلحي من رجلي موسيقى شوفي بيتهم ش Segirenس ميش كبير وحلو كمان موسيقى يا زينب أمي نحنا إجينا أهلا وسهلا يا بنات ترجمة نانسي قنقر 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 وانا ممنون لأنك ما بتعرفي مين هي بنتنا الحقيقية انتي من هلأ بلاشتي تتصرفي بالطريقة ولسه ما بتعرفي مين بنتك شو رح تعملي إذا عرفتي بشكر ربي الله حما هديك البنت البريئة من العذاب والشقة ومن أسوتك كمان بحياتك ما رح تفهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أكيد جو عانين يا بنات أنا كتير جو عاني يلا تعو زينة لك شبكي ليس عكتة لا تكوني ما حبيتينا مو هيك بس اشتقت لماما وبابا كتير أهلينا أخي في عنا ضيوف ألا جاي عبادي أهلا وسهلا مين منكن أختي الحقيقية مين بنته لأبي أنا مو أختك أنا بدي ضل عايشة مع أهلي ببيتنا أنا مو أختك أنا بنته لبابا أخي لو سمحت هلأ مو أتها الحكي معقول نحن أخوات مو الصحة الحكي أنت معنك أخونا لا وحدة منكن هي أختي جبران شو أمي شو الأهلا ما خبرتيهم سحار خدي البنات لعندك شوي حاضر يا بيك يا بنات تعالوا معي على المطبخ لك أنت شو عم تعمل ولا شي أنا عم دور على أختي البنات ما بيعرفوا شي عن الموضوع لحد هلأ كانت الأمور ماشي منيح لحد ما أجيت حرام عليك تخوفهم هيك مبسوط هلأ يعني أنا ما عملت شي غلط رح يعرفوا بكل الأحوال أكيد رح يعرفوا بس مو بهالطريقة طبعا أكيد هنم بحاجة وقت بس أنا ما عندي كتير وقت أنا رح موت أمي سمعتي شو قلت؟ يلا تعالوا يا بنا يلا خليكن قاعدين هون أنا رح أروح مشانجهز العشاء وحا أعملكن أكلات طيبة رح تحبوها كتير زينب شفتي بيتهم قداش حلو إيه مظبوط معقول يطلع هاد الزلمي أخونا ما بعرفش يا زينب إن شاء الله ما يطلع أخونا بس عمورة كان منيح وخالي إيلين كمان حبيت هالمكان كتير إن شاء الله نضل هون سوا والشومشان أهلنا شو رح يصير فيهم فينا نشوفهم أمت ما حبينا هيك حياة الأغنية يا زينب أمت ما بدنا منقول للشوفير يأخذنا لون ما بدنا معناها خلينا نروح بكرة لعندهم أنا اشتقتلهم كتير لأهلي أنا حبي أضل بها البيت روحي إنت إذا بديت طول بالك يا أخي متل ما لقينا حل من قبل رح نلاقي حل هلأ وقته كان بابا عايش بس هلأ مات لازم أعمل عملية الزرع من حدا من دمي لحتى عايش مع الأسف أنا محتاج لأله تعي لهون وينك يا الله عم بتوجع شو عم بتصير راسي عم يجعني كتير عم يجعني كتير ما كان صار هيك لو أنك ما لبستي أنتو قيمتا طلعتوا من غرفتكون يا الله من كون تعي له شوف بنتي شو صار يا زينب لما شافت لتياب الجديدة صار بدا تجربون بس لما لبستوا علقوا شعراتها بالسحاب أنت سكرتي بقوة قلتلك أني ما بعرف تمام خليني فكر لأشوف شوفي أمي الوحمة شو هاي هالوحمة من أول ما خلقت حاولت أمي كتيرتش اللي هيها بصابون بس ما مشي الحال بتذكر بابا كان عنده نفس الوحمة زينة معهول تزعلي إذا طلعت إختنا قيمت ما بدك وقيمت ما بتحبي فيك تشوفي زينب وعيلتك التانية كمان وخدي مني هالوعد ما رح فرقكن عن بعض أبدا إذا هيك موافقة سحر ممكن تأخدي البنات آتك رامي لاحظتوا حتى نفس ضحكتوا لبابا لك حتى نحنا ما بنشبه المرحوم هالقد كنت عرفان إن زينة من أول يوم وأنا كمان حسيت بهالشي ما عاد عندي شك بعد ما شفت الوحمة على ظهره أنت اعترضت كتير بالأول جبران كنت بتمنع لو إنك قبلت بإختك قبل ما تكتشف مرضك حقيق صحيح بس أنا هلأ تعلمت درسي هالبنت رح تعطيني الحياة وأنا ما رح أصر معه هاي إرادة الله ابني مع إنه مرأ زمن ما بعرف كل شي من الله خير ولازم نخبر الدكتور بالأخبار الحلوة هالبنت لطيفة مو هيك؟ حتى حسيتها بتشبهني شوي لأنه التاني بتضل عبسة مظبوط ما ضحكت من أول ما وصلت عقلة مع أهلها لهيك بيقولوا الدم بحن بس الزلمة ما بده يعطينا البنت شو الحل؟ الحل هو المصاري مصاري ما شف بكل حياته الله يسلم إذاكي خالة إيلين رح نرجع لهم مرة تانية؟ أكيد رح ترجع إلى عنا يلا نمشي مرحبا دكتور صالح أهلا وسهلا صار فينا نبدأ باختبار الجراحة شو أصدق يعني؟ رح أزرع خلايا من عيلتي بظن ناقشنا الموضوع جبران يعني مع الأسف أخوك ركام ما بيقدر يزرع لك خلايا بسبب مرضه لهيك ما في حل طلع عندي إخت صغيرة يا دكتور عمري عشر سنين وصحتها جيدة ماما؟ بابا؟ بناتي اشتقتلكم يا عمري أنتو أهلا وسهلا يا بنات بابا بتعرف أنه أنا طلعت أخترارها كان مو بس هيك ورح سير عيش على طول معهم ببيتهم بس قالوا لي فيني إجينا عندكم وشوفكم قيمت ما بدي هداك بيتي وهات بيتي كمان مو هيك أخيرا كان؟ عندهم بيت كبير وعندهم ألعاب وطياب كتير ومسبح بالحديقة كمان زينب بنتي يا روحي أنت ايه كنت عرفانة والله سيدة محمد فينا نفوت نحكي شوي لو سمحت شو عملت هنيك يا روحي يا عيون أمك حكيلي اشتقتلك أمي ما شتقتلي أنا كمان ايه مو أنت لأيتي أهلك الحقيقين عم أمزح طبعا شتقتلك تعالي شو هالفصان الحلو كمان ايه يلا حكولي كل شي من الأول عندهم بيت حلو كتير كمان يعني أصر كبير وفيه غرف كتير بتضيع فيهم أدمانهم كتار أمي وكمان عندهم خدامة بتحضر لهم كل الأكلات اللي بيحبوها أكلنا عندهم بوزة لشبعنا مو هيك زينب صح هناك عندهم كل شي بالحياة ما فهمتوا شو كنت أقول؟ لك ما زعلتوا على هدول البنات؟ عم تقلهم بهالبساطة أنه أهلكم مختلفين لك ما عندك ضمير؟ هنن لساتهم صغار لهيك الأحسن نخبرون من هلأ نحنا ما كنا حابين نخبرون بس أمي حست أنه زينة بتشبه أبي وفجأة أخي تحمس وحكى فورا وكيف بقى يا أستاذة تأكدت أنه زينة هي أختك؟ أمي ما عنده شك بنوب زينة بتشبه أبي بالصفات الجسدية وكمان زينة عنده وحمة على ظهرة أصدق البقاء على الحمراء؟ بابا كان عنده نفس الوحمة كمان نحنا تأكدنا من كتير شغلات زينة زينة عنده كتير صفات بتشبه عائلتنا بكل شي محمد بيك بدنا ناخد زينة معنا ما حذرت بدنا خمسين ألف ليرة بس سعطيني زينة شو حابين تشربوا يا جماعة؟ آه يا ربي شهد محمد زهرة طلعي منهم محمد إذا أخذناهم رح نعيش ملوك بين الناس محمد خليني عندهم لبين ما تحكوا زهرة طلعي لبرة لك طلعي شهد والله بيت وحشم وخدم والله لألبس أحلى الماركات حبيباتي وانتي روحي يا عمري انتي شوف هاد التوكيل الرسمي كل اللي عليك توقع وأنا بيعطيني بكل الإجراءات اللازمة وهدول هدول لوراء المطلوبة للتعداد السكاني أنت واحد بالأخلاق ما عندك إنسانية أنت ما بتحب أختك لا تفكر أنك تاخد بنتي مني اهدى محمد بي إذا القصة قصة مصاري طلع من بيتي انت وياه يلا نلعو لبرة ايه؟ تمنوني حلاته الموضوع؟ نحن رايحين ليه شو صار؟ رح نجي مرة تانية استنوا أنا كمان بدي روح معاكن بشوفك مرة تانية زينة لا يا بنتي ما فيك تروحي معون بس أنا تركتك الألعاب هنيك ألعاب يبلي عننا ما بدي ألعاب بالألعاب يلي هون بدي الألعاب اللي هنيك محمد بيك معلش زينة تضل معنا هالليلة؟ ما حذرت بابا سمح لي روح معون برجعها بعد يومين وهيك بكون قضيت وقت مع أختي نحن بيحقلنا نشوفها شوي رحش تقلك زينة شو رايك تجي معنا زينة؟ لا ما بدي روح معكن اشتركوا في القناة شو بكي؟ ما بعرف حسك أنه نار شعلت جقواتي آخ يا زينة 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 رامنيني حباتي الأكل؟ الأكل طيب كتير عنا بالبيت منطبخ أكلة وحدة بس أحيانا منطبخ رز بس مو دائما يعني رح نروح على السوق بكرة رح أشتري لك تياب شو رأيك؟ تمام منهنيك منروح على المشفى شو بدنا نعمل بالمشفى؟ رح نعمل لك شوية تفحوصات عامة مع أخوكي على فكرة أنا مو مريضة بس أنا مريض يا زينة مريض كتير يلا لك نخلينا نروح فورا يلا أخي لازم نروح على الدكتور لحتى الطيب خايف يصير لك شي أخي يا رب شفيلي يا أخي جبران بسرعة سامحني يا الله سامحني يا الله لك أنا دائما كنت أقول لك يا محمد هاي البنت اللي حملتها ببطني أخ دخيلها الرياحة بس أنا بحبة لزينة كمان أنا بحياتي ما فرقت بيناتهم بس أنا كمان أم معقول الواحد ما يعرف مين بنته اللي من لحمه ودمه يعني بنتي زينة بمحترمة وأخلاقها عالية بحياتها ما عزبتني كانت تغرق بالنوم مثل الغزال أما زينة كانت تطلع لي روحي لتنام والله أنا بقص إيدي إذا كانت أم رح تتحملها مثلي بس زينة بنتي مختلفة لك روحي هاي روحي رح جب لك شوية فواكي بنتي بابا ممكن أسألك سؤال سألي بنتي معقول زينة طلعت مو أختي الحقيقية؟ طبعا زينة أختك بس عمرة كان ما قال هل حكي ما يهمك شو ما حكي أنتو بتضلوا أخوات مادام بتحبوا بعض كون معنات أنتو أخوات ما حدا رح يقدر يفرقكن مرحبا دكتور أهلا وسهلا أهلا فيك هاي أختي اللي صغيرة زينة لكان أنت زينة الحلوة أخته لجبران مو هيك؟ ما شاء الله عنا جبران بتعرف أنه بتشبهك شوي؟ هاي هيك عميقلولي رح خبر الممرضة تجي شوي لعندي لو سمحتي زينة رح تروحي هلأ مع الممرضة تمام؟ رح ياخدوا منك دم رح أتوجع كتير؟ ما رح تتوجعي أبدا خلينا نبلش بالتحاليل لو سمحتي لاكي زينة رح نستناكي هون لك أهلا بإختي والله إي ما تلعمل يا دكتور؟ إذا طلعت النتائج إيجابية فما في دعي ننطر بنوب أكيد رح تكون إيجابية مدام زينة هي أختي يسلموا هالإيدين يا بنتي الحلوة تمام بكفي لا تتعب إيديكي الحلوين صرت منيح بابا؟ طبعا يا ملاكي أنت إيه والله وكبرت محمد شكلك خطيرت على بكير اليوم اكتافعك إيه وبكرة ظهرك كمان كيف بدك تشتغل شكلنا رح نموت من الجوع؟ شو بدنا نعمل بحالنا محمد؟ كيف بدنا ناكل ونشرب؟ لما أكبر بصرف عليكم يا روحي لك أنا قبلاني ضلبة لأكل وشرب كرمالك يا عمري أنت يا بنتي الحلوة دخيلها لوجه بس لو نخلص من هالأيام الصعبة أمتى رح نعيش مثل العالم والناس بقى؟ الله كريم تركيها لربك يا زهرة إلا ما ألاقي شي حل وصل الحل على باب بيتنا بشن تكبيري على إيدي ورجلي بس أنت رفست النعمة بإيدك لكن إحنا ربينا بنتهم لسنين لازم يردوا لنا المعروف ويسألونا شو محتاجين العمى قديش هالناس كحتيت؟ أنا ما بدي ولا ليرى من هدول الجماعة بس لا تنسي أنه أبوهم كان يبعث لنا كل شهر أنت مشايف قديش هنزا نجيل؟ تعرف لو كان عندي هالمصاري؟ لو كان عندك كل هالمصاري ما كنتي رح تعطي حدا إرش واحد ما شاء الله عنك لك آخ شو بدي أحكي؟ فضله إن إحنا عرفنا بنتنا الحقيقية لك دخيل قلبك أنت يا بنتي الحلوة لهلأ مش بعت من ريحتك تعالى ضمك يا عمري أنت في أحلى من إنه الواحد يكون عنده ولد؟ يا روحي أنت على طول كنت أحكي الله شاهد علي بنتي الحقيقية يا زينب صحيح أنا ما كنت فرق بيناتهم أبدا بس بتعرف إحساس الأمة بيخيب بنوب يا روحي أنت ما أحلاهم الأخوات عميل عبوسوا وأخيراً تحققت أمنية نهاد بك إن شاء الله تعودتوا على الوضع إيه تعودنا عليها وحبيناها كتير زينب رح تكون السبب بعلاج جبران هل بنت نعمة من الله؟ إمتى موعد العملية؟ بكرة بتطلع نتائج الاختبار قال الدكتور إنه فينا نعمل بنفس اليوم لكون صريحة معك رح يبلشوا جاهزوا للعملية قبل ما يعرفوا النتيجة ما ضل عنا وقت لا نضيعه شو حيصير من شان محمد بك؟ يعني افترضي ما وافق على العملية مو حابة فكر بالموضوع قفوا على هالحالة حاسة إيدي مربطة إن شاء الله يوافق بسرعة حياة ابني صارت بين إيدي اشتركوا في القناة موسيقى بيت السيد نهاد أغلو تفضل راكام بيك موجود؟ راكام بيك ما نو بالبيت حالياً مين قلو؟ أنا أنا أبوها لزينب راكام بيك ما رد على موبايل ولهيك اتصلت على البيت هو يوعدني إنه يرجع لي بنتي اليوم آه هنين بالمشفى محمد بيك لهيك موبايل ومغلق شو؟ بالمشفى؟ زينب بنتي صار لشي؟ أمي عم يقولوا إنه أختي بالمشفى صار لشي زينة؟ شو قصدك يعني؟ بأي مشفى هنين؟ حبيبتي زينة شكراً إليك يا بطلة انتي رح تنقذي حياته لأبني لك مين أختي أنا آه؟ مين؟ بوليلي يلا عطيني بواسلة شو؟ أول ما تطلع نتائج الاختبار بتروح على بيت السيد محمد وبتشرح له بل كي بيوافق؟ بعرف أمي بس هالزلمي عنيد شو ما حكينا بيقول هدول بناتي؟ لهيك ما رح تمرق على خير ما بعرف شو رح يصير إذا عرف إذا كان بيحب ولاده عن جد لازم يحس بموقفي كأم هلأ يلا زهرة بسرعة قلنا كم ساعة ناطرين ليش ما وصلت دكتور؟ قال لي إنه رايح على المخبر بس ما عاد بيّن لا تقلق ما بتلاقي إلا وصل أوف أنا ملّت من هالقعدة وأنا وينك له هلأ يا دكتور؟ خليتنا نجهز حالنا واختفيت ما عالش أحكي معك كلم تهست إلي خير شوفي دقيقة شو باكون؟ ليش بتكون تحكوا لحالكم يعني؟ أنا بدي أسمع عم دور على ركاني هاد أغلو قالولي من شوي إجعل مشفى دوريلي على اسمه مستعجل نتائج الاختبار سلبي يعني زينة مو أختك الحقيقية لك شو عم تخبّس إنت؟ كيف يعني مو أختي؟ أخي إيه دا شوي؟ أنا بتفهمك، التوافق بالعينات سلبي يعني إذا ما كانت زينة معقول تطلع أختنا الحقيقية هي زينب؟ بابا؟ زينة؟ بنتي؟ زينة أنت صرت منيحة؟ إيه أختي؟ حضرتك كأبو ولا البنات؟ هاد أبو واحدة منهم بس بنيناتهم بناتي وإذا ما أنا مندمي، وين المشكلة؟ لا بقى أتقربوا على بناتي بعمركم أخي جبرال محمد بيك؟ بترجعك واقف شوي، واقف بوسيدك عطينا زينب، بترجعك أنا ما بفرق بناتي عن بعض أنا حبيت أنقط بعض اعتبرت عيوني التنتين فهميني شو استفدتي هلأ؟ شو كسبتي يعني؟ لحق معك بس أنا بترجعك تعطينا يا عم بوهدك ما بقى خليوني يفترقوا من اليوم ورايح انت قد بحس فيني، ابني رح يروح مني بترجعك تساعدنا، الله يخليك ساعدنا ابني عمي موت، عمي موت ابني عمي موت، عمي موت، عمي موت ورح يحترق قلبي عليه عملناك ابني عم يموت إذا أصرت أنك تأخذها فرح تفرق الأخوات عن بعضهم أنا بترشك خلي زينب تساعد أخوها لا تفرق الأخوات عن بعض إذا الأخة ما ساعدت أخوها لا تفرق الأخوات عن بعض الأخوات ترجمة نانسي قنقر أمي إيلين أمي إيلين إجينا وانك أمي إيلين أمي إيلين إحنا إجينا إشتقنا لك إشتقنا لك كتير أهلا وسهلا أهلا وسهلا اشتقتلكم نحن كبان يلا تعالوا نقعد يلا يا حلوين فضلك أمي إيلين أهلا وسهلا فيكن آه طلعي إجينا مرحبا كيفكن جبران هلين سيتم شو أخبارك الحمد الله أنا منيح وأختي كمان منيح أهلا ألف الحمد الله حمد بك تعرف لو لا حضرت نحن إيلين شبكن يا جماعة خلونا اليوم مبسوطين بلا نكاد بابا مالش بتعملي صندوشة جبنة؟ أنا بدي صندوشة كمان بابا لك أنا أضحي بروحي كرمالكم تكرم عيونكم شو بتشربوا شاي ولا قهوة؟ فيك تجيبي لي الاثنين بعد إذنك؟ ولا هون ممنوع؟ حقوا علي أحب أشرب الاثنين مع بعض اسلموا لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس موسيقى موسيقى موسيقى